موسيقى بصال خير يا شباب ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة نتكلم على محاضرة مهمة 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 هي محاضرة المون نيوتريشن ليه بقولك مهمة كتير المحاضرة دي موجودة معنا مش بس في تمريد اطفال دي موجودة معنا في طبق اطفال كمان فطبق اطفال على محاضرتين ليش على محاضرة واحدة فيعتبر انكتلك بتخلص 3 محضرات نشي في محاضرة واحدة المحاضرة تسايل عليها كتير جدا في الورر تسايل عليها كتير جدا في الريتين بتاع اكتر من عشرة اسئلة في الفوينان المسى فمحاضرة مهمة فركز معاها فيها اول حاجة عازين نعرف كلمة من نيوتريشن قبل ان نخش في الكلاكيه قدامنا دي عايزين نعرف كلمة مال نوترشن معناها ايه انا بقول مال نوترشن يعني مال يعني فيه سوق فيه مشكلة فيه مشكلة فيه فيه سوق تغذية كلمة سوق تغذية في الناس كتير تفتكر ان سوق تغذية دي انها بور نوترشن او اينا بس لا هي مش بس كده هي معاها كمان ازاي كده يعني ممكن حد يأكل كتير يحصل له مشكلة اه الناس الابيس عشان كده يقولك في الامبرلية بتاعتنا ان المال نوترشن هي حاجتين سوق التغذية هي حاجتين مش بس under nutrition لا ده كمان معاها أوفر نوترشن يعني شخص الي بياخد اكل كتير قوي عن اللازم بياخدش في وبعض تعتبر من انواع المال نوترشن يبقى المال نوترشن ايه المال نوترشن بتاعتها ان هي بور او اني اديكوت في نوترشن و كمان معاها اوفر نوترشن لو شخص يأخد كتير بياخدش كمان في مال نوترشن يبقى Born Nutrition منذ 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 تفعلنا عنهم خلال الم Marx الكلاسيف Però أن كلام كلاسيفيكشن للبروتين такие منذ منذ حديث بعد دائم يتفعل حكثين بعدها اميد فيها على ال bodyweight وبعدها اميد فيها على الإديمة فيه إديمة أو لا بوزن التفل وشوف فيه عنده إديمة أو لا من خلالها قادر أصنفه فيه types A قلنا فيه mild وفيه severe الميلد هي الايه زي ما تفعلنا الميلد اللي هي ايه فوق اللي هي ال underweight لو mild بيسموه underweight طيب مش فاهم يا كيرو يعني هقولك أول ما بيجين التفل ده في العيادة أول حاجة بيعملها أن أنا بوزنه بوزن التفل دوت خلاص طب قلت بوزنه ليه قلت بوزنه عشان أشوف الوزن اللي المفروض الطفل يكون موجود عليه حسب سنه اللي هو expect weight زي ما خدنا مثلا نأديك مثال محاضرة مثلا زي محاضرة قلنا مثلا الطفل في نهاية السنة الأولى بيتربل الوزن صح من 10 إلى 12 شهر بيتربل الوزن صح كده طيب كل الطفل دوت في نهاية السنة الأولى من عمره المفروض أنه متوقع أن وزنه يكون مثلا مثلا عشرة كيلو خلاص وفعلا مفروض يكون وزنه من 9 إلى 10 كيلو وزنه واسعني عامة 10 كيلو طفل دوتا أنا متوقع وزنه 10 كيلو جاي لي وزنته لقيت وزنه 7 كيلو مفروض متوقع كامل أنا مفروضت من أنه متوقع كامل expect weight 10 كيلو لقيته 7 كيلو أو من 6 إلى 8 كيلو في الحدود دي يعني من 60 إلى 80% من أنا متوقعه يبقى وزنه من 60 إلى 80% من أنا متوقع طيب ففحصه كده ما لقيتش عنده إديمة ما لقيتش عنده إديمة فبسميه إيه؟ بسميه underweight يبقى يعني إيه underweight underweight يعني التفل دوت وزنه مفروض يكون وزنه 10 كيلو لا ده أنا دلوقتي لقيت وزنه من 6 إلى 8 كيلو ومعهوش إديمة بسميه إيه underweight دي بتيجي في الانتحان يعني التفل نشاند يقول لك مثلا تفل عنده 7 كيلو وما هو متوقع يكون 10 ومعهوش إديمة إبقى ده إيه؟ ده underweight بتيجي في الانتحان السلايد دي كلها مهمة السلايد دي كلها مهمة تمام؟ طيب في حالات السفير بقى متوقع يكون وزنه مربط نفس التفل ده متوقع يكون وزنه 10 كيلو بحطه على الميزان تبقى الـ expected weight إنه هو حسب سنه تمام؟ حطته على الميزان لقيته مثلا وزنه 7 كيلو وأنا كنت أفوت على حسب سنه متوقع إنه يكون وزنه كام متوقع وزنه يكون 10 أنا لقيته 7 ومع إنه شكله شكله ما يدنيش إنه يكون مثلا فقط فقط الحبة دول يبقى كده هو فقط كام؟ أو كده هو وزنه من 68% طب ليه عم كيرو وشه كده أو شكله ما أعطنيش إنه يكون فقط الكمية دي هقول له لأنه هو التفل دوت عنده حاجة اسمها إديمة الإديمة ديت منفى خالي وشه منفى خالي جسمه فمديني إحاء إنه التفل ده كويس لكن التفل ده مش كويس خلاص؟ طيب عايز أحط بس بلاش يبقى التفل الكورشور ده هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل المملك الكورشور ده يكون وزنه المتوقع مثلا 10 كيلو بوزنه لقيته من 60% إلى 80% يعني وزنه بتقريبا 7 كيلو تمام؟ ومعه إديمة المرازمص المرازمص هو وزن مفوضة التفل يكون 10 كيلو كي ليه أنا شايف التفل ترفيع جدا خلاص؟ جلت على عظم زي اللي هو دفل المجاعات خلاص؟ فبوزنه لقيت وزنه أقل من 60% من أنا متوقعه يعني مفوضة وزنه يكون 10% لقيته وزن 5% ومعهوش إديمة ساموه مرازمص طب حاجة بقى اسمها مرازمص كواشور إيه مرازمص كواشور ده؟ جامع ما بين الاتنين هلاقيه يوزنه أقل من 60% من أنا متوقعه تمام؟ يبدأ إيه؟ ده مرازمص وكمان معاه إديمة يبدأ إيه؟ يبدأ كواشور الكلاسفيكيشن ده مهمة جدا 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 ستتوضح لك أكثر في النقفق وإحنا شغالين بس دي مهمة يعني لازم تكون مركز عليها قوي أول حاجة نتكلم عليها الكواشور إيه الكواشور ده؟ اللي هو الطفل بمفوض وزنه يكونه 10 كيلو وسنده دولات الديته 7 ولما كنتش مد إخوانا ليه؟ لأن الطفل في ظاهر عليه إديمة وعلى وشه جسمه منفخه فمش واضح قوي إنه هو الوزن ده قل طب ليه بقى؟ كلمة كواشور دي الأول حاجة أشياء كلمة كواشور دي أشياءك أنها كلمة مش إنجليزية خلاص يبقى تكلمة الأتينية ويقول لك لا برضو كلمة أتينية ماشي يبقى تكلمة فرعونية قال لك برضو كلمة فرعونية أما الكلمة هي أكثر أنك تكلمة غانية غانا غانية كلمة غانية افتكر كده معين للنسبة تتبع كورا إن لما الأهل أو زمالك أو مصر حتى تلاعب غانا في بلدها او اي دولة افريقية بيقومون بالسحر والشعواز او اي دولة افريقية حتى يحضر لك ايه او لك حط سحر ورا جنش في المطش عند اللي مش عارف ايه فالحارس مصدش كويس ايام مور ده منصور والشعواز دي مهم ما علينا بالكورة ان علينا فاكرين ان الدول افريقيا وكده بيقومون بالسحر والشعواز الحاجات دي جدا فالطفل هي جاد من هنا اسمها ايه اصلا القواشور دي اسمها الروح الشريرة جاء من كلمة سحر وحقات كده فالي حصل في طفل القواشور ده بقى يلا بينا اهو هي كلمة غانية جاء من غانا خلاص بيقولك ان التفل دوت كان مثلا مامته ام ام عادية جدا ولد التفل خلاص التفل دوت محتاج بريست فيدنج محتاج يأكل من سدرها تمام عشان ياخد كل الفات والبروتين والكربوهديد اللي هو محتاجها والفايتامين من مامته كل الادكود نوترشيات بتاعته من مامته خلاص عن طريق بريست فيدنج خلاص فحصل ان الام دي مرة واحدة جدا حملت فجأة جدا الام دي حملت تمام وفي البروتينج احنا قلنا فيه هرمونين مهمين جدا البرولاكتين والاكسوتوسين طبعا البرولاكتين هيقل عشان عندي الاستروجين بروشسترون عليو عشان قوم بحملة تاني حاجة ان الاكسوتوسين عشان يتفرض ده يتفرض من لديوتر جلاند فلما يتفرض بيعمل كنتركشن الماء وبسلل سلل الموجودة في البروتينج وكمان بيعمل كنتركشن لليوترس فلنعمل كنتركشن لليوتر السدي هتحصل لها ايه ابرشة فطبعا السدي ليس هتردع ابنها خلاص طيب السدي ليس هتردع ابنها فابنها اللي هيحصل له عادة تأكله هتأكله ايه بفلتاز وغانتوت هياكل باقي قالك هياكل اكل فيه كله مهلبية رز تعمل له رز تعمل له مكرور ما تعمل له رز بلبن تعمل له مهلبية حاجات ده سهلة التحضير كمان ام تعبانة وحامل طمام حاجات كلها كاربوهايدريت مفهاش بروتين فهيمنى القصة ماش ازاي يبقى الام بتعمل ايه الام بتأكل طفلها حاجات مفهاش بروتين كتير طيب احنا قلنا الطفل ده بيكون معاي قديمة انت جاية يعتبر ترجمة الحور ان دلوقتي لما انتي الطفل دوت اديكويت كالوري بتاعته من ايه من كاربوهايدريت بدي له كاربوهايد كتير قوي رز ومكارونة وميت رز ومهلبية والحاجات دي كلها في حاجات فيها بروتين لأ فيحصل الطفل ده ايه خدنا بلكده فمخاطرات اللي فادت كلها في طب بحارك وكريتيكل ان احنا عنديننا البروتين ده مهم جدا ان هو بيكون حاجة اسمها بلازمة بلازمة بروتاين ايه نهي الألبيومين الألبيومين دوت بيعمل ايه ب hops لو موجود في البيعجل ايه بيمنعني ان البروتوب تتحرك من اندرافاسكر اندراستيشان فيمنعني ان يحصل اديمة طيب الحالة دي ما عند Parents بروتين فمش هتكون البلازمة فمش هيحصلة ايه ان النكوتيك برجر فبالتالي الحالة دي الحصل لها اياجة اديمة هذا الطفل لا يأخذ بروتين كويس ولكن يأخذ كل الأدكوة كالوري بتاعته من الكاربوهادريد ولكن لا يأخذ بروتين فالطفل يفقد وزن لكي لا يأخذ بروتين في نفس الوقت لكي لا يوجد بروتين فيحصل إديمة فاهمين الفكرة ماشية كيف؟ بس كده هيا ديك واشور لا يوجد أي شيء هذا مهم جدا أن عصر لدي بروتين البروتين بس هو القل ولكن لديه أدكوة سابلاي أوف كالوري ميلي كاربوهادريد اللي هو الرز بلبن ورز ومقرعونة ومهلباية والشيء تجربة في أول طفل يعني أول طفل هو اللي يحصل له كده ليه؟ لأن الطفل الثاني اللي حامل في دلوقتي مش يحصل له شيء لو أتكلم عن الطفل الأولاني اللي هو ما خدش بروتين من ممتوه اللي هو فيه بروتين عايزه عدداً بيكون من سنة الأربعة سنة إنه هو السنة دوت فش مشكلة في الحدة دي إيه طب أسباب يا عم النهاية ده خني في المشكلة دي تقول لك سببين فيه Bramary Causes و Secondary Causes دي البراماري خلاص يبقى؟ يبقى دي البراماري يبقى دي البراماري يعني ميه Bramary Causes يعني من الآخر المشكلة عندنا عم نحنا الطفل سليم الطفل إيه؟ ركز معي كلام تنفس تب أطفال طفل سليم ما عندهش أي مرات ما عندهش أي مشكلة نحنا اللي عملناهم المشكلة نديجة إيه؟ نديجة الأهل اللي عندهوم إهمال أهل في فقر الأهل في جاهل الأهل موفر لخوش نوعية الأكل اللي التفل محتاجها هم عندهم جاهل عندهم فقر عندهم مشكلة فتنانهم ما عطوش النوعية النوعية اللي التفل ده محتاجها أو المفودي توفر هولو يبقى دي برايما ريكوزيس دي مشكلة في التفل نحن لدينا مشكلة نحن لدينا كل النوعية كل نوعية الأكل اللي محتاجة بنتي له بروتين كربوهدريد فات بكمية ولكن التفل عنده مشكلة هنتكلم عن هذا دلوقتي نحن لدينا مشكلة فيه مشكلة فيه نحن التفل سليم اللي بيحصل هنا أول حاجة بفريتي فقر الناس هنا عندها فقر بتحصل وين رابد بريود أو ترانسيشن من بالانستايل سابلاي بريست ملك وان بلانس اديكوز ان اديكوز هنا كان المفروض ماشي على بلانس اديكوز او مثلا جيه في وقت الوينينج الأمة مش عارفة نوعية الأكل اللي مفروض التفل ياخدها اللي فيها بروتين كويس بقيت تدي له أكل ان اديكوز بلانس اديكوز بسيات الأكل اللي فيه بروتين قليل فنتكوز وبتدي له ميل لكربوهدريد اللي تدديها من كربوهدريد فنتكوز ده بيحصل امتى بيحصل أثناء الوينينج اند بوست وينينج دايت يعني بعد الوينينج خلاص؟ طيب اوكي يبقى هنا مشكلة ايه؟ مشكلة فيه نحن الناس ستنفسها اهل التفل دول عندهم مشكلة عندهم جهل عندهم فقر إلا يحصل بقى هنا اهو لما يحصل جهل او فقر الفقر بيعمل ايه؟ الفقر الناس ما حاجت فلوس فمش بتجيب نوعية الأكل اللي فيه بروتين ماو نوعية الأكل اللي فيه بروتين ده غالي خلاص؟ فالبروتين حيواني ده غالي جدا خلاص؟ زي اللحمة والفراغ والحاجات دي كلها ده ما افوت دي الحاجات اللي فيها بروتين هي ما بتجيبهها ما بتجيبش للتفل ده أسنان ويني؟ ما بتجيبهوش الحاجات دي بتجيب له بقى ايه؟ روز مكارونا مهلبية الحاجات السهلة دي فالتفل بتاعهم بيأكل كويس وبيضخن بيضخن بيضخن ليه؟ عشان فيه اديمة انه ما بياخدش بروتين بروتين بيقل بلازم قلبه من بيقل إن كنت بروتين بيقل فالتفل ده بنفخ فكويس ده تفلي هوا بيأكله بنفخ حلو خلاص؟ او إجنورانس إجنورانس يعني ايه؟ إجنورانس معناها إن الأم مهملة عندها كل حاجة ولكن هي مهملة مهملة بقى عندها كسل الأم كسولة خلاص؟ عندها كل حاجة ولكن الأم ايه؟ بتستسهل تروح تعمله رز بلبن ومهلبية وحاجة تحطها في التلاجة هم تفلي يجوع هم تدهالو خلاص؟ فبالتال مش هتديه له نوعية الأكل لو هوا محتاجة طيب ثالث حاجة لاحق بيزيك هلس ايديوكيشن عند النوترشن نولدج يعني ما عندهمش المعلومات ممكن ما تكونش عندهم فقر ومش مهملين ولكن مش مهملين ولكن هم ما عندهمش النولدج الكافية عن النوترشن يعني مش عارفين ما عندهمش ما حدش قال لهم هلس تيتشينج ما حدش طالع مثلا في فيديوهات بدلا مهم هم بتفرجوا وعلى فيديوهات تيك توك مانهاش أسد تيه لازمة لا بدلا ماتفرجوا على حاجة مهمة ماتفرجوا على حاجات مانهاش لازمة ممكن يتعبع بقى الناس اللي هي ايه تحت النوترشن حاجات دي ليه؟ عشان يخضوا مع نوعية عشان يعرفوا ايه هي نوعية الأكل للتفل ايه محتاجة ده مشكلة برايمري بسبب نحن طفل سليم لكن هنا ساكندري بقى ساكندري أو بريتسبوزنج فاكتور يعني التفل هو اللي عنده مشكلة الطفل عنده مشكلة أو عنده مرض هو اللي مخليه او مأثر على النتوش المتعب تمام؟ زي ايه؟ زي الطفل ده عنده كتابوليك افكت اوف 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 اينفكتشن حارفين في الانفكتشن بيزيت المتابوليك ريت عالي قوي المتابوليك ريت بيكون عالي خلاص فبالتالي بيستهلك كل الحاجة اللي بتخش له خلاص انوريكسيا طفل ده عنده انو ما بيجيله انفكتشن بيحصل له انوريكسيا مش عايز يأكل فبالتاله بيخش فكاشو بروتين بيلchanging في جسمه عملي الأم هنا الجديدة ده نص! فاتوقف الأكل ثنائي الميزلز والدائريه قد بدنا في الدائريه في بعدهم إ akhir ينبان فوقت الدائريه في ناس وقت الدائرية بتوقف الأكل تقول لك هي الدفل التاعي بطنه واجعية وفي دائرية فانا هقل للأكل التاعي لا غلط انفودي الدفل تكون وقت الدائرية هو محتاج الاتيكويت كالوري او ااتيكويت سابلاي من كل حاجة بروتين وكاربوهيتوت وإيه وفيت خلاص طيب او مالاريا وسيفيد براسيتك انفكشن برضو دليهم دول طيب اساسمت اف كورايتاريا ركز بقى تخنى في المهم تخنى في المهم يبقى الجدول الوردة مهم جدا 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 او مية في المية يجيلك سواء في المنتحان عليه ده مية في المية احنا جدا فهمنا يعني ايه اندر و ايه يعني 68% معوش اديمة لكن الكواشون دي ساعدان دلوقتي 68% ولكن معاه اديمة بسبب البروتين قليل خلاص دي اللي اخدتنا لحد دلوقتي وكلمنا على اول حاجة اسبابه برايمري وساكندري دلوقتي هنتكلم على ايه دلوقتي هنعمل assessment criteria يعني اعمل له هنشوف على ايه التفل ده هنشوف على ايه الفيزيكال examination المفاقصان والسم التي تظهر عليه هي دي ثلاثة جروب اسمهول لك لدينا جروب مهمين جدا 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 تمام؟ استنى بقى بما اننا هنخش نتكلم على assessment criteria وهنتكلم على فالجدول اللي قدامك ده احفظه زي اسمك حرفيا تحفظه زي اسمك احنا عندنا حاجة اسمها always او always simptom او always manifestation او بيسمها constant manifestation او بيسمها cardinal sign التلاثة دول constant manifestation او cardinal manifestation او always manifestation دي حاجات لازم هتلاقيها على طفل اللي عندك واشهول لازم تلاقيها لازم تلاقيها لازم او بقولك بقولك لازم تلاقيها هتلاقي التفلة ده اشان هشخصه عندك واشهول لازم الاقي تلات حاجات دول الخمس حاجات دول لازم الاقيهم هم ايه gross retardation مش هنقونا التفلة دول عنده بروتين وليل طب البروتين تبقى يساعدني في gross تبقى مفيش بروتين هيبقى في gross retardation النمو وليل في weight والhigh والsheist والhead الويت والhigh والإيه في ثلاث حاجات gross retardation في ثلاث حاجات الويت والheight والإيه والhead circumference هنلاقي كمان معا اديمة احنا قلنا لازم الاقي اديمة ليه لان البروتين لو ملاقيتش اديمة يبقى دي مش حالات كوراشور هنقونا الكوراشور لازم الاقي اديمة لشيء البروتين قليل يبقى لازم الاقي اديمة كمان الاديمة احنا بيقولنا البروتين بيكون لي المسل تمام فلو مفيش بروتين كتير فهنحسن احسن muscle wasting disturbed muscle fat ratio يعني ايه يعني هلاقي تكسير للمسل اكتر من البروتين اعشان اكتر من الفات سوري تكسير للمسل اكتر من الفات ليه لان انا عند اللي بيكونني المسل بروتين هو قليل في حصدك التكسير للمسل كمان psychic changes يعني psychic changes دي بقى دي مهمة جدا 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 ومية في المية هتلاح سوري في الامتحان مية في المية دي اللي بيتميز طفل الكوراشور تمام فالحدة دي مهمة اولا سننركز عليها احفظهم كده الاولوث manifestation اجيد عند جروس البروتين قليل في الويد والهايد والتالي حاجات والهيد اكيد هلاقي معي قديمة هلاقي ان هو بيفقد عضلات اكتر من الفات هلاقي معي psychic changes usual manifestation او usual present دي حاجات غالبا هتكون موجودة اعرفها hair changes associated infection ودعرية طيب اسكنيشن او occasional manifestation يعني ممكن تكون موجودة وممكن ما تلاقهاش زي ايه زي الاسكنيجين زي الحاجات اسمها dermatosis هنتكلم عليها hair bad omegaly anemia deficiencies في الانيميا في الvitamin والminerals الجدول ده مهم بيجي بالنسوال في الانتحان يبقى اذا احنا معنا كونستان manifestation usual manifestation occasional manifestation خلاص كونستان manifestation مسموها اسم تاني cardinal sign او persistent او constant manifestation اول حاجة في constant manifestation او cardinal sign او always manifestation اول حاجة في ايه؟ في weight والheight والhead circumference الوزن زي ما تفعل ان الوزن يكون من 60% ل80% من انه متوقعه تمام؟ انه متوقع تفده يكون 10 كيلو فبلاقيه 7 كيلو ده من 60% ل80% خلاص اللينس برضو هتلاقيه وليل الهيت هتلاقيه برضو ايه؟ بتأثر اديمة طبعا احنا قلنا لازم نلاقي اديمة لو ملقيتش اديمة دي مش حالة كراشور تحالة underweight انا متوقع عنده من 60% وملقيتش اديمة دي بدي حالة underweight خلي بالك لازم تلاقي اديمة ليه لازم لاقي اديمة؟ ان البروتين قل احنا قلنا الالبيومين موجود في البلوت فيزلز ده الظابط اللي احنا شرحنا في اول ايه؟ شرحنا في اول المحاضرة ده الظابط اللي بيمنع تروع ايه؟ الفلود فلو قل البروتين انتيج هيعمل حالة من hypoproteinemia فلو البروتين قل فيحصل هيقل عندي فبالتالي الفلود هتتحرك مفيش الظابط الوقف في الشارع اللي حيمنع الفلود انها ما تطلعش فالظابط ده ماشي فالفلود هتتحرك من فالتفل ده يورق الاديمة بقى الاديمة الاديمة هتلاقيها ايه؟ قالك الاديمة بتكون صفت وبيتنج اديمة يعني ايه بيتنج اديمة يعني ما تطهط عليها تعمل علامة خلاص؟ وكمان بتحصل مين بسبب hypoproteinemia بتبتدي منين وتنتهي فين؟ بتبتدي بالفيد واللور بارد بتعلق وبتنتهي بالجناليزد جناليزد اديمة ايه بديد الاول بوشه برجله صوري برجله واللور بارد بتاع رجله وبحكاية تنتهي بالايه؟ بجناليزد بتبقى صفت وبيتنج لازم تقول كلمة بيتنج اديمة هنا بقى في حاجة مهمة اول ببتيجضى سؤال في الانتحان كتير وش يبقى شابه العروسة الشمع وهو يبقى شابه ايه؟ زي ما انشاف الصورة بالزبط المعنى ده بيقي كتير قوي اللي هو والل recently وهو بيبقى مشه المنفوخ بيبقى بال شابه الشمع كده وعامل شابه العروسة زي ما انشاف الصورة العروسة لقى شابه العروسة الصورة لأركزها من ذلك مثلا. وشculos دور مصل فائد ر чувствيني. يعني اي. يعني هذا يعني wokadodo بي placebo واحد أيضا بأن أفكاد أكبر عن الفائد. لماذا؟ لأي لنأمoundا مسؤال بأن أمام البروتين أصلا. أنا لدي أضايشعة التффيد في البروتين ف Straße غاضبasa قد ت defend to protein دور مصل أكبر أكيد آكاد. طبا diagnosis مصل فائد ر أنه يوجد قوة قرصيك. يوجد عندي لزصف مستقل tartarilliك بسبب collaborative protein. و photographs viliziert مهم زر luz ضدا يعني ايه يكينه براسفل يعني عايز اقول لك انه بيحتفز شوية بسبكوتين وصفات اذا انا مش خايف منه قوي في الهايبو سيرمية خايف اكتر في حد الهايبو سيرمية من حد المراسمس حد المراسمس سقولك هو عنده نقص في كل مراسمس دوه مراسمس دوه يبقى جلدة على العظم يبقى عنده نقص في كل حاجة كربوهودريت فال بروتين ما بيكلش اصلا تفضي ده مش بيكل اساسا فأكيد هيبقى عندهش خالص سبكوتين وصفات لكن هنا هو عنده نقص بس في البروتين فبس اللي هيفكده هو إيه؟ هيبقى جاد يفكد مصل أكتر من هيفكد إيه؟ سبكوتين وصفات هيبقى احتفظ شوية بسبكوتين وصفات خلاص؟ دي مهمة، تمام؟ بتبقى ملحوظة قوي وانت بتعمل إيه؟ بتقسل المد أرمس الكمفرنس تمام؟ بتلاقي دي المنشد التفل دوي بيبقى ضعيفة فيها هيبوتونيك هايبوتونيك المصل بتاعله ضعيفة فيها هيبوتونيك مش قادر يقف كل كلمة باللحمر مهمة كل كلمة باللحمر في النصاب دي مهمة جدا 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 أحفاضها احفظها ابسي بيجي في الامتحان تفل ده يكون كئيب بيجي في الامتحان لين نبقل لك اللتي كل كلمة مهمة في ال Psychic Ganges علشان احنا قلنا في غانا بيسموها كواشور ده من كلمة كواشور ده عاد من غانا بسبب ايه ؟ قلنا اسمها الروح الشريلة هم جابوا كلمة الروح الشريلة بسبب Psychic Ganges فكل كلمة في السجرة ليه بيقول لك؟ بيقول لك كدا لين هما شافوا التفل بتاعتهم ايه ؟ قاعد كئيب جدا مثري بائس مثري بائس يعني ايه بقى دي مهمة قوي 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 جملة دي هو كلمة اباس دي يعني ايه يعني لو جيت جنبه قدت له لعبة هو بيحبها جدا وقفت جنبه ولا 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 حيبو السلق ولا حيلمحك حد هو عنده لايك أوف اندريستد انزا سرواندين لو عايز تعرف الحالة دي حالة دي شخصنا اللي هو عنده كواشور وعدناها عليك هاي استعرف الحالة يتحسل ولا تلاقي التفلة على الاقل على الاقل على الاقل ده حكسيكا بصلك العارف لو التفلة بصلك يبقى الدفلة ده بيتحسن ده متخيل الموضوع تخيل مع الموضوع يبقى كل حاجة فالصلاك الجزيز دي خطيرة ومهمة بديك يزور في الانتحان امره ما هيتحق اش هتحرق تون دي موف لوك ساد وش ووش كئيب بغباء يعني تبام؟ لكنه بالضبط عنده امتحان مثلا اطفال بكرة مثلا تمام؟ كراي از ويك بيتحك ايه؟ بيتحك ويك جدا خلاص عكس دفل الملازم دفل الملازم هتلاقي الريتاباليتي فمهمة اوه جماعة الصلاك الجزيز دي مهمة جدا مهمة جدا 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 أباسي مهمة اوه كلمة أباسي دي مهمة 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 ميزاني مهمة باقس وكئيب لاك أوبس الروننج دي مهمة جدا خلاص لا تنسى مهمة جدا جماعة كل كلمة في الريتابالي مهمة مهمة طيب هنا بقى يقولك جدا احنا خلصنا الكلستاند مانفستيشن خلصنا الالوز مانفستيشن خلصنا خلصنا دلوقتي احنا نتكلم على يعني غالبا ممكن تكون موجودة هم حكتين اول حاجة الهير الجنجس شكل الهير هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل شبه بيرس يعني ايه بيرس؟ يعني الشعر متقصف هايش بعيد عن بعض خاصة فيه في التمبلس انت اوكسيبتريجان اللي هو الحتة اللي هي من وره والجناب والحاجات دي بيبقى معاه ديس بيجيمينتيشن بيبقى معاه ايه؟ ديس بيجيمينتيشن للهير سبب نقص البروتين هنتكلم قدام ان انا عندي اللي بيعمل بيجيمينتيشن للهير امينو اسد الامينو اسد ده اللي بيكونه اصلا اهو اللي بيكونه اصلا هو امينو اسد بيكون من امانو اسد بيكونها هي البروتين فبقى عندي ديفيشانسي اوف بانستوتونيك اسد ده هو فيتامين بي فايف والميلانين فورنيشان انهير فده اللي بيعمل ديس بيجمينتيش يبقى التفرده معاز شعره هايش سهل لقوي انك تشده يتقطع معك متخيل فبمعاز شعره بيبقى بلاك كالر ممكن يحصن ريدش او جري بقى في الغالب شعره هايش كده ويلونه او ريدش او جري تمام اهو بس ممكن لو شدته ايه يتشال معاك اصلا تمام بيبقى اتروفي جدا شعر بيبقى اتروفي شعره ده لو شدته ممكن يتشال معاك ايزي بيكابول اهو نفس الكلام بيقولك بيقيتولك تاني ايزي بيكابول يعني متأصف خالص هايش هايش سهل يعني لو شدته من شعره ممكن ايه يطلع من ايدك يطلع في ايدك كده معاك وده اتغلب مهم اول حتة اللي جاية دي تبرد نير هايش اتغلب ايه بقى الشكل دا مهم اكس اي جو ليش م quanto عمي الش مارك duy ايه الاكس اكس اكلمانيشن مارك دي اللي هو عامل شابه علامة التعجب اول اهو بالضبط علامة التعجب دي شابه علامة التعجب من قدام كده تلاقيه سمك ورفياporter ايresh كل ما قربنا من تفرغة الناس يعني بس تلاقي السمك عبارة علاقي كل ما تقاره من فروه اشرش كده اي決د من قدامة لو شدته ممكن يطهلها معاك سبب الاكسيكلمينيشان مارك احفظها سبب الاكسيكلمينيشان مارك دي مهم خلص هاملشي باع علامة التعجب اهو طيب تاني حاجة في اليوجوال منفستيشن الجسترو انتستاني المنفستيشن دي في دبق معها انوريكسيا ممكن يكون معها فوميتينج انوريكسيا ممكن بسبب انه هو كئيب زي ما انتفقنا فيه سكك جينجز ديارية ليه ببقى معها ديارية بقى خليناهم متخيلين كده الاميونو جلوبين ده هيقل خلص فالطفلة هيخش في ايه فيه بشكة انفس الشعب المميلي انفسجين ممكن ان يخش في دعارية بخérience يخش بفاستجين اسم جدا بسبب الم prevalent agarالك الخلال المناعة الموجود لها البروتين الشخص هو المتحدirst يتدعي ايضا عنه أنفس الإierteساطام السابق المهندس يتزمن الجاكم الفكارات المتحدى والأرج Bilirets قموا عنه لي الليمير بالبيض وللقام العنم من يكونهم؟ البروتين السابق البروتين النوم يجعلين البروتين ما يكون بها كول سرخة حضم ممكن نخش في دائرية. بيبقى عنده مال أبسوربشن للفات والكاربوهيدرات والمينيرالز بسبب حاجة اسمها أتروفي أو فيللوي. الفللوي دي طبقة اللي هي من جوه بتاعت الانتستين بيعملها و بيركق و بيكونها هو البروتين. البروتين ألف يحصل لها أتروفي. هي دي قد بتمتص الكافات والكافات والمينيرالز. فلو قلت فمشيح سيحصل حاجة اسمها مال أبسوربشن. كده خلصنا اتنين من الاعراض. فلو يجب ان تلاقيها. ممكن تلاقيها ممكن لأ غالبا موجودة. المنفيستيشن ممكن تكون موجودة و ممكن. لا تلاقيها زي ايه. اول حاجة سكيني تشينجز زي حاجة اسمها التلماتوزي. كلمة التلماتوزي دي مهمة. كلمة التلماتوزي دي هو عملك بالأحمر مهمة جدا جدا جدا. كلمة مهمة. ما اللي بيحصل بقى الجسم بيحصل اول حاجة زيادة في البيجيمينتيشن. بيحصل اول حاجة ايه؟ زيادة في البيجيمينتيشن. بعد كده يوصل حاجة اسمها تأشير او diss Ruby tune. يبقى اول حاجة بيحصل زيادة في البيجيمينتيشن. بقى كده يحصل تأشير. بنقى كده يحصل SchweKO bilation. يعني بيحصل زيادة في القرى جاملة قوي. بقى كده يحصل تأشير لزيادة البيجيمينتاشون. ما اللي حصل ان تحصل بعدين تأشير. بعد التأشير يحصل حالة من ال hypo pigmentation. وبايقع الطفل دوت الاسكن بتاعها ببقى ازل دامج وممكن يخش في الشر. تمام؟ طيب او هنا الهيبر بيجيمينتيشن وهنا الدرمدوزز اللي هو حصل تأشير هتلاقي حتة فيها هايبر بيجيمينتيشن لما حصل التأشير وهو حصل هايبو بيجيمينتيشن. درمدوزز الكلمة دي درمدوزز دي قالك عدهالك هنا مرة. وعادهالك هنا مرة. وعادهالك مرة مرة فوق الأحمر فهي مهمة ممكن تجيلك في الأوران الهيباتوميجالي الهيباتوميجالي بسبب انفاتي انفلتريتد الليفر بس كده هذه الكلمة اللي عليها ممكن يحصل أنيميا تفضى أصلاً مش بيكل كويس مش بيكل أكل فيه بروتين فبالتالي الأيرون هيقل الحاجات الليل الأكل موجودة الحاجات الليل الأكل موجودة في الأكل فهي تقل أنيميا ويحصل أسوشياتي في فيتامين ومينرال زي السيامين والريبو الفلافين والفيتامين الحاجات الليل الأمر سهلة يعني تقلل تحليل تحليل أول شيء انتفقنا بروتين قليل بروتين هذا هو الليل بيكون لبلازما بروتين كلها لما يكون بروتين قليل 100% سأجد بلازما بروتين قليل ده طبيعي بكلم مع التوتر كله نعرفين الألبومن هو جزء من بلازما بروتين فهي تقلل توتل بلازما بروتين قليل أقل من كم الرقم ده يتحفظ أقل من 4 أقل من 4 يبقى التوتال بلازما بروتين أقل من 4 لكن هيقل كمان عني الـ level of serum albumin الـ level of serum albumin هيقل أقل من كم أقل من 2 يبقى إذن الكبيرة التوتال بلازما بروتين اللي هو الكبير دوت أقل من 4 لكن التحديد السغانطوت ده إحبارسه كده إنه هو الـ level of serum albumin أنت صغير أقل من 2 جرام بيرتس ريتر البلاد يوريا نعرف أن البروتين عندما يتحضم يبقى نادج تكسير لنادج هضم البروتين أو الـ digestion هو الـ اليوريا فإذن ما يقولش بروتين يبقى إذن اليوريا تكون قليلة خلاص بسبب deficiency intake of oxygenous protein خلاص طيب هلقي كمان عندي البوتاسيوم قليل ليه يا عم كيروم إذا لم يحصل ديارية فنادج الديارية ده ممكن يقل البوتاسيوم ده يطلع في الديارية خلاص طيب هلقي بقى بيقولك إيه هتلاقي إن السيروم أو السوديوم عالي ليه عم كيرو السوديوم عالي بكل بساطة كل بساطة السوديوم أنا بقول إيه أنا عندي هنا blood feasers وعندي هنا إيه خلية سلم اللي بيحصل عندي في حالة لما البروتين بيقل الزابط اللي موجود بيعمل ونكويت بيحافظ على الفلاود جوة انترفاسكلور بيقل فالفلاود فإذن المية هنا جوة الانترفاسكلور قلت المية إيه المية قلت طب إذن السوديوم هيعلم يعني هي مفاش أي فاسلك مفاش حرفين أي فاسلك المية هتقل قلناها بتبقى حريق مليون مرة وكنت ممسوط جدا بالنسبة اللي جاوبت مع التكاترة في المحاضرة يعني كنت ممسوط جدا الناس عرف تكرتها المية قلت فبالتالي مفاش أي حاجة خش كده احنا خلصنا الكواشور الكواشور دا قلنا هي كلمة التفل دا كلمة غنية اسمها الروح الشريرة أهم حاجة فيها الساجك الجينشت خلاص التفل دا بيفكت من 60% ل80% من الباديوين فمش بيان عليه فبوزنه بلاقي مش بيفكت من 68% هو وزنه في 10 كيلو فبلاقيه من 60% ل80% من المتوقع الوزن خلاص ومش بيان عليه لاشي عنده إديمة خلاص دي مهمة اوه الروح الشريرة تمام بيفكت بروتين وإنها تأكل بروتين من كل السابلات بتاعته بياخدها تمام سبب من أم بتستسهل ما عندهم فقر عندهم جهل برايمري أو بسبب كاتابوليك لفكتة أو الأنوريكس في الحاجات دي كلها الاساسيسين المتوقع الأولوز المتوقع اللي هما الجروس الريضورتيشن بتاعت حاجات هايد ويت هيت الإديمة و المسل وستنج أكتر من الفات ريش افات و السايكي جيجينز دي مهمة جدا هو لكف انترست واباسي وميزياري والحاجات دي كلها مش بيتحك وكرايح حتى بتاعته ضعيفة وكلمنا على اليوجوما المانيفستيشن قلنا كل حاجات تكونوا يعرف فيها طبع اليوجوال ولا طبع الالوز ولا طبع ايه خلاص او طبع الكاردين لسان ولا ايه تمام مكلمنا على البيوكامي والدياجنوستيك بقى او الدياجنوستيك دي مش موجودة يعني ممكن تلاقي ان الجملة دي كده مش موجودة عندك في بديف بس موجودة عندك في طبع تعال نقول بقول لك احنا بنسحب مزارع ايه ده ليه بنسحب مزارع او بنعمل اكسرية عشان تشوف ان فيه انفيكشن او لا قال لك الطفل ده ببقى عنده زي ما دفعنا عنده مشكلة في النيوتريشن بتاعته فبزات البروتين فبيبقى الطفل ده الامونيو جروبيل اللي عنده بيبقى وليل اللي هو حاجة يخليها المناعية تاعته وليل اللي بيكون البروتين فهو عرض الانفيكشن فبنعمله انفيكشن ونعمل اكسرية وتحاليل ممزارع ومش عارف ايه عشان نشوف حصل معاه اي سيبسس ولا لأ خلاص محتاج مثلا انتيبيوتيك من الدهول ولا لأ فهم هو ده اللي بنعمله يبقى ازا طفل الكواشور بنسميه طفل اللي هو طفل الرز والمكارونا ليه طفل الرز والمكارونا الامة بتستسحل بتأكله ربنا ما يعني مع اخواتنا الفلسطينيين وكل حاجة بس كان فيه صورة نزلة في علفيس يعني كان شكلها يعني شبه التفل اللي قدامنا ده بالزبط ان هما اخواتنا في فلسطين اطفالهم بنفس المنظر اللي قدامنا ده بالزبط ليه في مجاعة ما بيجي لهمش اكل مش بيجي لهم مثلا مش بيأكل مثلا روز بلبن ومهلبية ومكارونا لا ما بيأكلش حاجة اصلا انا قلت ايه ما بيأكلش حاجة اصلا يعني بيأكل ما بيأكلش حاجة يعني كل نوعية الاكل عنده او كل انا هنا بأتكلم في الكمية مش بأتكلم في النوعية انا بأتكلم في كمية الاكل كل حاجة عنده قليلة كاربوهيدود قليل فات قليل بروتين كمان قليل ان في طفل الكواشور كان الام بتأكله هو ما كانش في مجاعة خاطرتك وما كانش في مجاعة طفل الكوشور طفل الكوشور كانت أمه بتأكله بس إلا بتأكله أكل مفهوش بروتين بيتأكله رز ومكارونا لكن طفل المرزمص هو حرفيا في مجاعة هو حرفيا طفل جلت على عظم جلت على عظم زي لو قدت منك بالزبط جلت على عظم هو كمية الأكل دخله وكميتها قليلة أو ممكن يكون ما بيأكلش أصلا تمام عنده بروتين قليل عنده فات قليل عنده كربوهايدريت سيبردو هي كمان إيه قليلة خلاص اللي هو دفل اللي هو في المجاعة تمام ربنا يكون مع أخواتنا هناك ويقيه ويصبرهم يعني عندهم ما فيه المرزمص المرزمص حصل سبير بروتين انيرجي من نوترشي بسبب إيه بسبب الانتيك أو بادلي بلانس الضيت أنا مش عارف هدي بأكل أصلا في مجاعة خلاص طيب خاصة في الإيرلي إنفت طيب هنا التفل ده بيكون إيه قال لك التفل ده بيفكت أنا فوت وزنه يكون عشرة كيلو خلاص بألاقيه وزنه أقل من 60% من أنا متوقعه أقل من 60% يعني نوكنا لقيه وزنه خمسة كيلو وفوت يكون وزنه عشرة ألاقيه وزنه خمسة هلاقي معا إديمة أنا مش هلاقي هلاقيه وزود إديمة مهمة جدا من غير إديمة ما عندهش إديمة دي بقولها جيلة على العظم إديمة إزاي يعني إنت لو فاهم الموضوع مش محتاجك تحفظ طفل المجاعة إديمة إديمة إزاي كيلو ده على العظم يبقى عنده إديمة أو جيد هايفكو ده أقل من 60% يعني مش محتاج كاركتورستيك بقى لقيه مع إيه سيفير وستنج أوف بادي ويت بسبب إيه أقل من 60% من أنا متوقعه ليه لأنه عنده ما عندهش أصلا بروتيتين ما بيخدش أصلا بروتيتين يبقى عنده سيفير وستنج أقل من 60% تاني حاجة هلاقي معها فات هلاقي عندي بريسيرفيشن للفات لأ لوس أوف سيفكوتين وصفات كلها خلاص أو هركزك على حتة دلوقتي فسيفكوتين وصفات هتركز عليها قوي طيب جروس جروس يعني ملحوظة قوي الماصر وستنج زي ما تفعلنا ده أنا قلت لك ما فيش بروتيتين أصلا فالواصر وستنج مش بس مقارنة بالفات ريشيو لا ده ما فيش أصلا الماصر وستن آآ سوري ملحوظة جدا الماصر وستن أبسنس أوف اديما هلاقي معادي اديما إزاي بهالب هلاقي معادي اديما أنا بقول لك ما بيأكلش أصلا مستحيلة هلاقي معا إيه اديما خلاص طيب ده شكله جلت على عظم حرفيا طيب فيه specific causes للمارس بترجع علي كزا سبب أول سبب ممكن يكون التفلة أصلا مش بيأكل إزاي التفلة أصلا مش بيأكل مثلا زي حالة يكلفت ليب وكلفت بالد عنده physical effect ما عنه التفلة ده هياكل مش عارف ياكل فما ما بيأكلش أي حاجة أصلا ما بيكلش فات ما بيكلش كاربوهادريل وخلش بروتين ممكن خلش في مرازمس ثاني حاجة التفلة ده عنده انوليكسية مشكلة في التفل التفلة مش بيأكل تفلة يكلفت ليب وكلفت بالد التفلة ده عنده أنوليكسية تفله ده لديه حيث الناس ليش يكون أمواجئا وليه تانى؟ وهي سبب امواجئاً على سليل، عنده مشكلة أو تفل مكتعب نعم، انها مشكلة في التفل ممكن يكون مشكلة أيه كمان؟ ممكن يكون مشكلة أن التفل يأكل أمواجئا ولكن، يحصل حالات امتصاص جيد مثل حالات الشيستيك فايبروزيز الشيستيك فايبروزيز يتم تطور مع استطاف الناس يعني عندي مشكلة في المصاعدة على امتصاص الأكل قالتِ، مستحولة لم exhausting طيب ممكن يكون المشكلة ان التفل بيأكل وبيحصل امتصاص ولكن عنده مشكلة بيقصع عن متابوليزم زي صحات الانفكشن ان متابوليت بيكون عالي قوي خلاص ببيفقد الاكل ده اللي بيأكل او ممكن يكون مشكلة ايه ممكن يكون مشكلة التفل بيأكل وبيحصل امتصاص ولكن هو بيفقد كتير جدا عنده دائرية كرونيك دائرية او جرونيك فبيفقد اكل كتير جدا يمكن مشكلة في التفل ذات نفسه ما بيأكلش مثلا بور فيدنج هابت تمام او عنده كلفة اللي بيكلفة بلد عنده انوليكسيا مكتائب ما بيأكلش او مشكلة في الامتصاص زي حالات السيستيك فيبروزز مالا او عنده مشكلة كتابوليك لتعاليز زي حالات الانفكشن او بيأكل بيحصل الامتصاص ولكن بيفقد كتير او زي حالات الفوميتنج والدائرية يجب اسباب المرازمات خلاص طيب ركز معي عشان اساسمت الكراتير دي مهمة جدا ركز معي اول حاجة كل حاجة في المحاضن دي مهمة حرفيا جروس فيلير الويد زي ما دفعنا هعرفين ان الجملة دي جويد بيكون اقل من 60% من اما توقع عفوز وزنه 10 الاي وزنه 5 اقل من 60% من اما توقع معا قديم اما معوش قديم اللينس والهيت وشست والأبد من سيركافرس وكل حاجة كل سيركافرس زي اي متأثرة طيب طيب سبب الجروس جروس يعني مرحوظة muscle wasting فيه طيب تاني حاجة market wasting of muscle كل الكلام مجمع بعض with loss of subcuteinus fat انا عنديش قصل من شخص ما بيخدش بروتين فاكيد مرحوظ جدا ان muscle wasting وشخص ما بيخدش فات فمرحوظ جدا ال subcuteinus fat ان هي loss فلاقي معاقي هلاقي الطفل دوت رجلية عاملة شبه العصايا بالزبط رجلية عاملة شبه العصايا stick like رجلية عاملة شبه ايه شبه العصايا stick like دي مهمة scaphoid abdomen دي مهمة جدا 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 scaphoid abdomen دي دي بطنة داخل الجوة scaphoid abdomen طيب طيب هلاقي معاى loss في ال subcuteinus fat هيقدي الى ايه هيقدي الى loss لل skin of elasticity ال skin بيفكت ال الاسسس بتاعته لان الفات مش موجودة تمام وفي الاسسس كمان في ال abdomen wall هلاقي معاى رنكت هلاقي معاى ده جعيد هلاقي بقى بص بقى ركز بقى الجملة دي بقى خطيرة قوي الجملة دي حرفيا انا واحد مركزش فيها عمر ما هيجبها في الامتحان الباكيونيطر الباكو الباكو fat دي دي تبقى الفات اللي موجودة في الوش بص بقى بيقول لك ايه بص الصيعة بيقول لك هي اخر وطلع او زعفكت شرحت هي اخر اخر مصل او سوري اخر fat بيحصل لها تسأبير ايه ده يعني ايه يعني عايز تقول يا كيرو ان فيه حاجات قبل الفات دي دي الى الباكين fat دي دي اللي هي بتبقى في الفيس فيه fat قبلها بيحصل لها وستنج هقول لك او اهو الفات اللي بيحصل لها وستنج قبلها هي الاول fat بيحصل لها وستنج هي الفات بتاعت الابدومين الشيكاة بلاي شخص عنده scaphoid abdomen بعدها بعد الفات بتاعت الابدومين تفقد تاني حاجة بتفقد بعدها الفات بتاعت اللور اللور لمب اللي هي بتاعت اللور لمب الفات بتاعتها بتفقد فالشخص دي او المصر بتفقد فخشف تاقيه stick like شبه العصاية تالت fat واخر fat بتفقد عندنا هي الفات بتاعت الوش اذا ما هو التفل دوت جالك وشه عامل شبه وش راجل كبير وشه صغير بصو وشه عامل شبه راجل كبير ليه لان فقط الابدومين فات دي اخر فات بتفقد هي last notice قبير اخر حاجة بتفقد تمام وشه عامل شبه ايه وشه عامل شبه الـ triangle وشه عامل شبه الايه المثلس كده طب التفل بتاع الوشه عامل شبه ازاي مثلس اهو عامل شبه المثلس التفل بتاع الكواشور كان وشه عامل ازاي افكرك كان وشه ايه يا عم ده كان وشه عامل زي الدول دي اديك في الانتحان وقلت لك عامل شبه العروسة والشيكس بالك وبال ووكس وحاجات دي خلص مهمة جدا يبقى انها تريانجل وعمل شبه الايه لقول ديمان لازم تكون حضرك ايه عارف اخر فات بطاف قد هي مين هي الباكين فات طيب Psychic changes عكس المراسمس عكس الكواشور المراسمس عكس الكواشور في الصيك المراسمس هتلاقي طفل irritability مهمة كلمة irritability دي وقلقان وعمل يتحرك التفل داني ما كانش بتحرك خالص تتحرك التفل او بصلك وانت معاك لعبة باده بتحسن هنا بقى irritability excessive cry and sleep little يعني ما بينامش وبيعاد بصورة عالي جدا وهنجر وجعان جدا وعايز يأكل ما جاع بقى عايز يأكل وجعان وبعض الاولايات بوكينترية عنده انوريكسيا لما الحلقة خاصة دي ضهور خالص دي عنده انوريكسيا وبور فيدنج ما بين التفل المرزمس والكشور مهمة وانا اعطاك ده انا ايه وصلتهاك بكل ما عندي ودي بديكي في الامتحين ممكن تلاقي تفدع عنده كلمة دائرية بسبب انفكشن واز او زود فوميتنج ممكن تلاقي عنده انتركراند انفكشن زي اضاية اوتارت اسميديا برونكوليمونيا انفكشن او تكون موجودة في الحال دي بسبب المناع عالي فالرزبهات بيتأثر المناع عالي خلاص اي انفكشن ممكن يخش ويعمل حاجات دي كلها اصوشيتت وزد انفكشنسي شخصنا ما بيأكلش اصلا فمية في المية هتلاقي عند انفكشنسي في الائرون والفيتامين اي والدي وكل الفيتامين كمان هتقل هايبوسيرميا ليه لانه هو فقط الفيت طب انا طفل المرزمس والكواشور انا واحدة اخاف علي اكتر محوالا الهايبوسيرميا ده لا هو طفل المرزمس اكتر انه فقط كل السبكوتين وصفت اللي عنده واخر السبكوتين وصفت بتفكوت هامين هي الباكين فيتامين طيب الكاركترستيك بيأكل المرزمس ما بيبقاش معها ايديمة اكيد قدام انتفقنا مش بيبقى معها ديرمادوزز ديرمادوزز دي موجودة في الكواشور بس ما بيعوش هيري جينجس ما بيعوش نوفات انفلترشن مش اصلا فاتش انتبقى احصل لها انفلترشن في الليفر اللي هي الهيبات اوميجالي خلاص اللاب انفستيكشن مهمة حاليه بالabusema physema protein normal او slightly lower ليه؟ لان احنا هدافر حاله بيتقيل جدا بالسببيت اقل من 4 بالسلم 25 لان هناك كله في الاسي two is an effect ولكن بيقله عنه البروتين قوم بتديمه بارزها ما كوانة فالبروتين هو الو قليل ما يحوز او نقص البروتين لكن هنا هو كله قليل في الاسي would be completely lower عشان كله قل فاهمي نسبه والتناسب ليه ال peine م ваш freakinuffel بلد يوري ريالي لانهو بلد يوري دي ناديك تكسر بروتين خلاص فالبروتين قل ما بيخدش بروتين فاكيد بلد يوري هتبقى ايه هتقل الكولوكوز اكيد الشخص ما بيكلش فمية في المية الكولوكوز ريفل هايبقى قليم خلاص طيب الكمبيكيشن ينتظر على الطفل ده ايه ديارية زي ما اتفاقنا ديارية ممكن اجل دياريشن وكمان ممكن يكون معاه فوميتنج دياريشن برضو الالكترولايت واسد بستبالنس دياريشن وممكن نخش في اسد بستبالنس دياريشن زي السرش سوماتايتس برونكوليمونيا تي بي هيرو دياريشن هايبوكليسيوم انما انتفقنا مية في المية كده معها هايبوكليسيوم ما بيقولش هايبو سيوم السابقاتين واسفات الفاقاته اللي برونكتين مستوى تركيزه عنده ولايال جدا بسبب ان الاكل تغذية بتجيله فوتل بلين محتاج اكل عشان يتخلص عشان يفكر والحوالة المنتل بسيطة يشتغل هافيش اكل كويس يعني عندي منتل ايه ساب نورماليتي السيرابيوتيك بقى العلاق بتاع ايه حاجزك تركز معيه قوي حدد العلاق خلي بالك ان الكمبيليكيشن و السيرابيوتيك ماناجمممت للحالتين المرازمس والكوشور الاثنين ماشي طيب السيرابيوتيك ماناجمممت للاثنين مش للحالة واحدة راكز دافر حدتين يلاك في الأورال ولاك تفرد عندك كوشور او في الفاينال ايه هي الاكل اللي هتدهوله انت في دماغك ان الكوشور دوت نقص في البروتين صح؟ ومكتوب في المحاضرة هتدينه هاي بروتين صح؟ فهتقول للدكتورة منتدينه هاي بروتين غلط وهتلق بطق طب ليه؟ انا بدينه هاي كواليتي مش نمبر انا بزود في الجودة تحت البروتين ما بدوش رقم كتير بديله الادكويد بالانست اكتب جنبها اديكويد بالانست او بالانست سابلاي للبروتين والكاربوهايدريت والفايتامين والمينرالز اللي هي الحاجة المايكرو نيوترانت اكتب جنبها بخط ايدك عشان تفتكيرها في الامتحان يدي سؤال امتحان أورال وريتب اكتبها امسك القلم واكتب بندينه ايه؟ بندينه بالانست سابلاوي مش بنزود حاجة عن حاجة الله يكرمك ما بنزودش حاجة عن حاجة مش عشان عنده نقص في البروتين جامد جدا فهتدينه بروتين جامد جدا لا غلط بديه اديكويد بالانست سابلاوي من ايه؟ من بروتين وكاربوهايدريت ومايكرو نيوترانت اللي هي الفايتامين والمينرالز قلتها لك وكل الطرق قلتها لك عشان ما تلاقي في الامتحان ما تقولش ايه طعش تعايد تريد من كومبليكيشن اعالج بقى الكمبليكيشن الى انفكشن والدائرية وبقى رسيتك والانيميا حاجاتي كلها اللي ظهرت سبب كومبليكيشن من المرض اللي عنده خلاص؟ طيب قالك لما يكون عندي بروتين انيرجي موننوتريشن انا ندكتو بوكين عندك عنه برزيستان دائرية فانا عشان عالج دائرية دي طبعا بدينو بعملو بالORS على فكرة الشخص اللي اخترع الORS تأخذ جهزة نوبل ما انو حاجة بسيطة جدا للعملنا ولكن هو انقص ملايين من الناس لان هو عطى محلول او عطى باكت كده يتحلل في 200 ملي في كل الووتر والالكترولايت الاتنين عشان احسن او اعمل الانتبيوتك عشان امنع لو الحالة انفكشن فبدينو انتبيوتك بدينو اتكويت بص اهو كتبها لك بص اتكويت اتكويت نيوترشن مش بزود حاجة على حاجة باي بريست فيدنج انتبروبرويننج دايت ممكن في الحالة نلجأ باكال برينترا الفلاوود اللي هو شخص دا انكونشوسنس ممكن نهدي ممكن نعمل بلات تنسيفيوجيا الورس المنشمنت مهمة قوي برضو بيكلمك تاني تاني على حتة الاكل انا عانسك بس هيكز معك في حتة معينا الدكتورية ركزت على في الشرح هي ايه حتة الرفيتنج سندروم انا الطفل دا جايلي طفل ما جاعت هارزعه اكل مرة واحدة هديله اكل بلارج امامونت او هديله اكل بلارج امامونت السؤال دا تمسك القلم تكتب في الكتاب صفحة 183 وقت ما انا واقف في الكتاب اكتب الطفل داوت هنديله لارج امامونت ولا سمول امامونت واعمل ساهم اكتب رفيتنج سندروم عشان تفتكرها اكتب اللي بقولك عليه اكتب هاعمل ايه طبعا هنديله اكل انا كنت لا تقول ايه اللي بيحصل في الرفيتنج سندروم شخص دا الجسم انا افكرة انا الفيديو دا شرحته قبل كده من قبل ما نخش الترم عارفين حالة احمد رفعت اللي هو لعيب الكورة اللي هو كان بيلعب كورة كان صايم كان لعب كورة وكان داخل في حاجة اسمها الرفيتنج سندروم ومحدش قال حوالي الرفيتنج سندروم خلص على احمد رفعت ولكن انا اول واحد طلعت قلت على فكرة حرفين انا اول واحد طلعت ان الحالة دي رفيتنج سندروم ليه بقى او انا توقعت ان ان الحالة دي رفيتنج سندروم هعرفك وبعدها بعد ما انا قلت حوال رفيتنج سندروم دا فيه كزا حتى لا احنا مش عارفين سبب ايه بس انا اللي توقعت ان هو رفيتنج سندروم ورحد دلوقتي متوقع ان هو رفيتنج سندروم طب ليه كيرو انت قلت ان حالة احمد رفعت دا رفيتنج سندروم ليه طفل المجعدة مثلا قعد فترة طويلة ما يأكلش فاجه مرة واحدة انا رزعت له اكل يعني ايه قعد فترة طويلة ما يأكلش يعني جسمه في حالة كاتابوليك احنا عارفين عندي حاجة اسمها انسولين حاجة اسمها جلايكون يعني مش هدخلك في حروقات المهم يعني في حالة الكاتابوليك انا بكسر عشان عايز كروكوز طيب انا دلوقتي جيت رزعت له اكل مرة واحدة فانه لا يحصل الانسولين هشتغل بكمية كبيرة جدا 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 فياخد كل الاكل اللي اخدته يدخلهولي من انترفاسكولر لانترستيش عشان انا اكل دا باخده وانزل المعدة يمتص في المعدة يخش جواه الدم عايز بقى ان انسولين يشتغل دا بكتير جدا ياخد كل الاكل اللي اخدته يدخله جواه السل فياخد معاقي البوتاسيام البوتاسيام دا ميلي انه موجود انتراسيليولر فلما اخده من انترفاسكولر تخليك هو جواه انتراسيليولر اللي هو ماكينون الاساسي فيقل في الدم جمد جدا اخش حاجة اسمها ايه سبب ايه بسبب البوتاسيام الهيبوكاليبيا بس كم فالطفل المجعهات دا ماينفعش 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 انا دورت بحداتيش احد دي دي جسئلة جدير جدا في الانتحان وبتلقبط اديله سمون امونت ولا لارش امونت لأ حددله سمون امونت باديكويت بالانست يوتريشان مش هزود حاجة عن حاجة اممكن ازود الكواليتي بتاعت البروتين ولكن مش هزود الامونت مش هزود الكوانتيتي انا هزود الكواليتي وإز اديكويت كاربوهيدريد انفورم وكمان حتى في الفورم بتاعت الفورميلة الملك فورميلة مش ببتدي على طول بالهول ملك اللي هو اللبن كامل الدسم انا ببتدي الاول بالسكمة ملك اللي هو اللبن خالي الدسم فعلى كده بتخش في اللبن اللي هو كامل الدسم هو هنا بيرضو بيأكد لك الكلام اللي انا بقوله انا خايف ان انا ارزع الدفل ده مرة هتاكل كتير فبتفل يخش معي في حاجة اسمها في الخش في كاردكتسرزمي بسبب بالهيبوكالميا تمام نسمى أفضي قطعة 원래 من شركة قطعة كمال غطية و listensي type وهو سمي سويدة Yuk أرتكس بطبقkelijk تخل orient بس قدام. خلاص. بابددي يعني اذا يقول لك انها بابددي معي جرادولي. مهمة كلمة جرادولي دي. فيدنج انفنت اورالي. لو هو بياخد اورال. او بياخد بريست فيدنج لو بياخد بريست فيدنج. تمام. لو هو مش قادر خالص وهو انكونشوس ممكن ادير نوزو جاسر اكتيوب لو هو جافهاش فيدنج. طيب. بعد كده لازم اديره فيدنج سلولي. سلولي مش مرة واحدة. يعني جرادولي. سلولي. كمية قليلة. تمام. طيب. بعمله. احسن البيان اللي حاولها عشان يبقى قلل الانوريكسيا. وعملها بانفستيجيشن ويكسيري. ووقيس الوزن كل يوم. واتطمن عليه وكيه. هايبوسيرميا لازم احطها على راديانت وورمر. اخلي جنبه هوت ووتر بوتلز. ليه عم الكيلو اخلي جنبه هوت ووتر بوتلز يكون كفرد وتغطية. علشان بالراضييشن اللي هي نوت تايريكتو كونتر اللي كنا اخدينها في محاضرة الهاي ريسك تقريبا. ان بالراضييشن الحالة انتقل من الهوت ووتر بوتلز تتنقل لجسم المريض فالعيال ما خشش معها في هايبوسيرميا بالراضييشن اللي هي نوت تايريكتو كونتر. احدهم زيادة لان يخش في هايبوسيرميا امنوتر التمبريتشر. افويد اي حاجة خلي دفده يخش في هايبوسيرميا في هايبوسيرميا يفكد الحالات بتاعته. عن طريقنا انا اعرضه اللي يكون عندي هوى اير درافت. تمام تمام او انا حميه وسيبه وكده كما بكل. اللاحظ اي صاني لهايبوسيرميا التمبريتشر القلد التفده بقى سائع تفده الهرت ريت قل السيانوز او مزرق و الحاجات التي كلها بحاليانا يخش في هايبوسيرميا. مثل الماستمرات المسضلات التي وضعها مثل حالات المشاركة تيرموتوزيكة بصيبها حالات الكواشور او بيكون دائرية دائرية في حالات الكواشور او حالات المراسموس بيكون معهم دائرية في مكان بتاع الباتوكس ممكن يحصل فيه مع الدائرية كتير ممكن يحصل فيه ألسر فأنا بعمل فريكوا ديينجيز بوزيشن التفل دوت وبيعمل له كيل في مطلقة الباتوكس وبيحط اويل والحاجات دي كلها الدهيدريشن رجع بعد محاضرة الجو اي تي اللي احنا قلناها الدهيدريشن ودايارية والحاجات دي لوا بلان اي و بلان بي و بلان سي يعني محاضرة سهلة كتكيرت كويسة برضو مع نفط بقى اطفال هي هي نفس المحاضرة برضو الانفكشن الانفكشن دو نيرسيك اندرفيشن هعملها عشان الانفكشن لازم اي حاجة استخدامها تكون استرايل والحاجات دي كلها وافويد الايه الحاجات اللي هي الانسترايل او الانكليين النونج تبسل كل النونج تبسل تقولها الام الاكل اللي هياخده والكيل والحاجات دي كلها احنا بعملين نهر فيها من اول محاضرة طب البريفينشن طفل دوت جايلي ما عندهوش مانيوترشن ولكن انا عايز اعمله كوية عايز امنعه لازم ادي ادوكيشن ودي مهمة قوي بعمل ادوكيشن لخلص حاجات بعمل ادوكيشن لان الام في خمس عاجات اول حاجة ادوكيشن عن نيوترشن ادوكيشن عن اميونيزيشن ادوكيشن على على التيتشنج حوالين الفاميلي بلانيج والشايلد سبيسنج علشان التفل دوت ام ما تولدش كتير وتنسى عيالها وما تردحهمش اعمل له كمان ادوكيشن عن الالتريتمنت الايدفكت تلاقيه او اي وسوشد الدزيز تلاقيها امنع الاموشن دستيربنس اول حاجة ادوكيشن عن المهم قوي التين رولز دي مهمين جدا انت حفظهم اللي هو ادوكيشن عن نيوترشن اول حاجة اقول لها ان بريست فيتنج ده احسن طريقة هو احسن طريقة او ولكن لازم تعملينه تدخلينه اكل سمي سولد فوت عند شهر من الرابع لخمس وفي الغالب عند شهر السادس للتفل بتاعك عشان هو الدم اللبن او مش بيتغير ولكن الاحتياجات التفل بتكتر فلازم تدخلينه اكل سمي سولد تفوت من بره عند شهر الرابع لخمس او عند شهر السادس هقول لها ان البلاين ستارشي هو مش كافي is not enough زي المهلبية والمهلبية مكتوبها مهالة بية اهي قدينك والرز او ميد او رز بلبن او ميد او رز والحاجات دي كلها مش كافية للتفل بتاعك اقول لها ان التفل دوت التفل الصغير دوت محتاج اربع وجبات في اليوم خلي بالك التفل الصغير محتاج اربع وجبات التفل الكبير شوية في الاساكول ايش هي يبقى محتاج تلاتة بس أكز فيها ان السيكل الشدري التفل التعبان دوت محتاج اكل خلي بالك التفل التعبان دوت ده تعبان ده ده مدينبولى اللي جميلة بتاعها عنها محتاج اكل حالة اكتر أصلا حولها الافضل اكل الاكل الماكسيت حولها البلستي ميك توقفيه او تنهيه سلولي في نهاية السنتين خلاص البوتل فيدنج ما تستخدمش بوتل فيدنج خلص الا لو حالة دي خلاص ما ينفعش حالة دي الجالاكتوسيميا والحاجات دي يونج تشيلدرين ان اطفال الكبيرة دي اطفال الصغيرة دي ريسك انها تخش في ايه او ريسك ان المانويترشف هي محتاجة ايه بيعيد لك نفس الكلام محتاجة مش اكل اكتر من اكل بروتين يعني بالانس الطايل والبانس الطايل الاسكول ايه بحتاج 3 وجبات يبقى الاسكول ايه تلاتة والتفل الصغير ما تجربة العشرة دي المهمة الامرانيزيشن ليه مهم ان ندى التطعيمات علشان نبقاش يشاف ده عرضة لأي انفكشن وحصل اي حاجة خلاص اعلم الام دي عن الامر عشان نحزي الحالات لكوه شهور عشان الامر تردع انها كويس ودي دي لبراس فيدنج كافي بتاعه وقالنا هادي بقى البيت الحاجات اللي هو قلت ريتمينت في الدائرية تخش في تهيدريشن وبريفنشن الاموشن دستيرباس عشان ما تخشش في ايه في انوريكسي هنا فيه هنا مقارنة ما بين التفل اللي هو الكوه شور والمرازمص تكون عارفها اسباب الكوه شور ايه ان البروتين هو اللي قل ولكن عنده اديكويت كالوري من الكربوهيدريد فدخل في المرازمص بيقل البروتين والكربوهيدريد والفيت كلهم قالوا ده دفل مجاعة يلدى العظن الاديمة في الكوه شور موجودة لكن المرازمص مش موجودة سبكوتين وصفات زبانت فقالنا شوية موجودة في الكوه شور لكن طبعا مش موجودة خالص او فقطناها خالص في المرازمص دفل مجاعة مصر وستنج موجود في الكوه شور ولكن وكمان موجود مصر وستنج في المرازمص كتير جدا الويت من 680% اكسبقت المدى اوقع يعني مصرى 1.210 كيلو انا في الكواشور بلقيه من 680% معاها اديمة معاها اديمة ولكن المرسموس اقل من 6200 متوقع ويمكن يكون وزنة 5 منفهود المتوقع 10 لقيه 5 يبدأ اقل من 6200 معاها اديمة لا معاها اديمة المرسموس بيتأثر في حد الكواشور يكون ابسي لكن في المرسموس يكون الارت بيكون الارت بيكون ارتابل بيكون كراي عالي تمد انها المرسموست بيتق له هذه الارتة الدكريم erhalten من المرسموس الارتة من الأضنتر موجودة في الكواشور بيتدعم للدكديم ما شك compiler غير موجودة به الميزة وهكذا الافكتين في الكواشور كالبيياد Wu provoke المرسموس حالة قديمة ومنفخ حالة كواشور ثاني حاجة نتكلم عنها النهاردة هي انتبهر كده اتلتلك حوار المرازمس والكواشور بيجي عليهم اسئلة كتير او بيجي منهم عنها اسئلة كتير في الورال او في الريتن او فركز عليهم دلوقتي بقى نتكلم على الانفنتايل ريكتس كل كلمة قلناها في الكواشور والمرازمس مهمة وبتيجي في الامتحاد فعازك تركز عليها الانفنتايل ريكتس من المواضيع السهلة قوي وده اخر حاجة خلاص عندنا في المنهج ومن حاجات الحلوة جدا وبسيطة وسهلة حرفيا يعني مفاش اي حاجة وعفكرة المرازمس والكواشور بردو سهلين قوي ولكن اكسراتهم كتير فعشان جاد ركز تعليم هركز بها لكام حاجة كده بيبوت ريكت خلاص اول حاجة عايزين نفهم يعنيين في التاريكتس ده متابوليكتس أوردر متابوليكتس أوردر موجود بردو على فكرة معنا في طب أطفال كاملة اسمها في التاريكتس حاجة متابوليكتس أوردر يحدث في الانفنس و التشالدور بسبب ايه عم كيرو؟ بسبب تكريز او تفشانس في الفيتامين دي الفيتامين دي بيقل في الجسم يبقى انا اعادي اقولك في الامتحان ان التاريكتس تاوت بيحصل بسبب قلت الكالسيوم لأ مش قلت الكالسيوم هي قلت الفيتامين دي فيتامين دي ذو بيؤصلي على ايه او بيعمل لي ايه قال لك بيقصلك على أربع حاجات مكتوب هنا تلاتة أول حاجة بيقصلي على ايه عم مكيره هقول لك البونز اللي هي لسه بتتبنى اللي هي محتاجة بناء يعني هيعمل لي ايه فيها هقول له من الآخر ان الفيتامين دي دوت بساعدني ان هو بياخد الكالسيام والفسور اللي بيمشوا في الدم يدخلهم لجوه العضن خلي بالك ان الطفل دوت بيبقى العضن بتاعه بيبقى فيه حاجة اسمها كاردريتش والكاردريتش دوت يعني مثلا ما بين عضمة متعرف مش هاز يرسم ليه ما بين عضمة و عضمة مثلا بيكون هو ده رسمة رسمة معاكوة ذهنية تقريبا فهو ما بين كل عضمة و عضمة بيبقى فيه كاردريتش دي عند الاطفال الصغيرة تمام او كده يعني فالمهم يعني ان هو بياخد الكالسيام والفسور اللي ماشيين في الدم عشان يبنوا لي العضم عشان العضم يكبر والتفل ده يكبر خلاص يبقى الفيتامين دي بياخد الكالسيام والفسور والماشيين في الدم يعملهم حاجة اسمها كاردريتش يعني يخليهم يخلوا العضمة تكبر خلاص تكبر في الحجم وتبقى كويس تمام قبل ما انا عندي نقص الفيتامين دي هيقصلي على نمو العضن العضن ليش بيخشله كالسيام والفسور اللي هما بيكونوه اللي هما بيعملوه فهيقل عندي المناريزيشن ويقل عندي الجروب تعلب البون سهلا؟ سهلا كمان هو الفيتامين دي مهمة او كمان في الاسكليتا المصر بيخليها كوية كده خلاص فلما يقل الفيتامين دي مش هيخليها كوية يحصل لها هايبوتونية بس كده طبعا؟ فتيجي القومة تقول لك ايه ابني بيشتاكي بتشتكي ابنها انه ما بيمشيش او اتأخر في المشة او اتأخر في الحركة يعني النوم اللي كنا بنتكلم عليه في محاضرة الجروب تفلومنت لأ مش شغال هنا عند الطفل دوت بسبب ان المصر فيها هايبوتونية مش قادر يقوم مش قادر يسند نفسه خلاص؟ بعض الاوقات كمان بيقدي الى نيرفوس سيستيم تتني تمام؟ وكمان بيقصر على الليجامين دي الرابع حاجة بيعمل لها اللاكسي دي لو هو قلي يعني اسباب الريكتس اسباب الريكتس هم مكتوب عندك اتنين زود عليهم اتنين ازاي؟ اول حاجة احنا قلنا اسباب الريكتس او انفنتاي ريكتس انها عندي نقص في الريكتس طب انا هفوت اخذ المنجtalk فى المنجculة تكمل من ايه؟ هفوت اخذ اول شيء تسمى المنج ا например اضافه ي beholden ان تصوير التقليد بالريكتس لانا لم ات skill at e-adiquid in the vytamin D فأخظ على ازل ركوطل هل بسبب اكفdat الفيتامين D كأن abundance من الأكل FakeC م convict Д seraatsیس او لم اتعرض ركوطل الشمس فضائفتbacks يكون ديرا الى اتشترون اذا انتحدث عنlo قومت بانهث قومت بتجانبها داخل المصود يباصل بانك ماذا اzeni ا icing ركز في المساخ هذا يسموه vision Sami vind اللى هو من الفيتامين من الشتيال الشمس تقع الفكرهouting solubile مش water solubile فات solubile bueno انه مهم حدث فيتامين دي vaytamin D Yani terminal الاتنين هم LISA يبقى الاتنين هم الاكتيف الاتنين هم هما ايه"- الاثنين دور هم الاكتف فور يعني مش اكتف عشان يحصل الهم اكتيبيشن with activation في الجسم تاني يبقى فيتامين دي مهمة جدا لنهو لتو فورميسünden هله شاكلين لنوعين D2 اللي هو موجود في النبات D3 اللي هو موجود في الإنسان أو في الحيوان достиع W per man بحصل اله اكتبيشن بيحصل اله اكتبيشن في الجسم خلاص بكاذب treating ؟ PM اسمه Fupto concerning !! فيتامين. ليه شكلين. ليه دو فورب. فيتامين دي دو و دي سري. دي دو دوت بيتكون من ايه? دي دو بيتكون في النبات. نديجة ان اشعة الشمس بتخبط في النبات فبيتكون عندها دي دو. لان اخدت اكل اكل النباتي يبقى ده فيه فيتامين دي بس ايه اكتف. خلاص? طب لان اخدت اكل حيواني بيبقى موجود في حاجة اسمها دي سري. ليه اسم تاني اسمه كولي كالسيفيرول. يبقى الفيتامين دي سري اسمه ايه? كولي كالسيفيرول. ده اكتف? لا. ده الاتنين دول اصلا اكتف فورب. يبقى اذا كان دي دو او دي سري اللي هو اسمه كولي كالسيفيرول. الاتنين دول هما اكتف فورب. حلو جدا. يقولك بقى ان دي دو و دي سري بيقولك تاني انه هما اكتف فورب. بيحصل لهم اكتفيشن امتى لما يخشوا الجسم? لما يخشوا الجسم ويعدوا على الليبر. بيحصل لهم اكتفيشن. بيحصل له حاجة اسمه Hydroxylite أو Hydroxylite في الليفر بيحول لي الـ D2 أو الـ D3 دوت لحاجة اسمها 25 Hydroxy Vitamin D ده اكتف؟ لا ده مش اكتف لازم يروح على الكلة بيحصل لحاجة اسمها Further Hydroxylation تمام؟ ويتحول لحاجة اسمها Calcetrol اللي هو 1-25D Hydroxy Vitamin D الاسم ده مهم الاسم ده مهم الاسم ده مهم الاسم ده مهم الـ Active Form بتاع الفيتامين D اسمه ايه؟ اسمه Calcetrol احفظها زي اسمك وفكرة كلام ده كنا اخذينه قبل كده كلام ده فكرة ان احنا كنا اخذينه قبل كده في الفسولوجي تقريبا اللي بيحصل جلمة Active Vitamin D اللي هو Calcetrol 1-25D Hydroxy Vitamin D يبقى الـ Inactive Form هم دي دوت لسري دي سري اسمه ايه؟ كوليكالسيفيرول اقعد نقبط كوليكالسيفيرول بالكالسيفيرول كوليكالسيفيرول ده Inactive Form موجود في الحيوان لما بكر ويخش الجبت بتاعي بتحول لـ 25 Hydroxy Vitamin D لما يخش الكلا ويحصل حاجة اسمها فرصة الـ Hydroxy Vitamin D يتحول لـ 1-25D Hydroxy Vitamin D اللي هو كالسيتيرول مش كوليكالسيفيرول اسمه هنا كالسيتيرول ده الـ Active Form هو عمله لك بالاحمر ده يبقى ده يجيلك سؤال في الامتحان ده مية في المية يبقى الـ Active Form من بتاع الفايتامين دي ايه؟ 1-25D Hydroxy Vitamin D او كالسيتيرول او Active Form من فيتامين دي مهمة او الكلام ده حلو او بيعمل ايه بقى اهو؟ يقولك ان احنا اكادنا من الشمس او اكادنا وهم دخل عندي فيتامين دي سري تمام؟ دخل على الليفر تحول لـ 25 Hydroxy فيتامين دي دخل على الكرة تحول لـ 1-25D Hydroxy Vitamin D اللي هو كالسيتيرول اللي هو بيبنين البون ويبنين المصر صحي كده؟ صحي كده لو قل خش في Infantile Rickets لا يتخلف ايه؟ هاي بوتونيان ومصر هيبقى بايزة والبون دي حصل لها ايه؟ هيأسرع جروينج بون هيبقى فيه دفكت فيه الـ Mineralization والسلول الجروس للبون لكن لو كويس هيبقى بون كويسة ومصر كويسة ومصر كويسة حنا قلنا قلت اقل لك كده اذباب الـ Rickets قلنا اذباب الـ Rickets انا ما بيخدش فيتامين دي او ما بتعرضش للشمس افرد يا عم واحد بيتعرض للشمس وبياخد فيتامين دي وعنده Rickets ليه بقى؟ بسبب حاجة اسمها ان احنا قلنا انه لازم يعدي على الكبد هو انه هو ايه اكتف لازم يشن يحصل له اكتفشن يعد على الكبد والكلة عدي على الكبد بس مش هحصل له اكتفشن عدي على الكلا بس مش هحصل له اكتفشن لازم يعدي على الاتنين لو شخصنا عنده مشكلة في الكبد او الكلة عنده مثلا مشكلة في الكبد فمش هتحول من القل Eight Fit لل 25 السجام وبالتالي مش هيعدي على الكلاء لتحول له اسastically 25 السجام لازم يا الكلة وقبت كثيرون لو الكلة وقبتوا متأثرين هى تفع развитию وصول اصبحت حال له ايه لماذا او الكلة وقبتوا متأثرين بديه اللي بالنسبة متأثرين تentially زره على طول إلى اكتف فيتامين د ولان لان 출대 واحد للتو经ايات وهذه può alto الكل五 السجام على طول يقول لك بقى هنا وظيفة الكالسيتيرول اللي هو الاكتف فورم خلاص اخدته وامتصيته ودخل عندي الكبد والكلة ونش عارف ايه وابقى اسمه كالسيتيرول اللي هو واحد 25 تلسوكسي فيتامين ديب ووظفته ايه في الجسم قال لك ووظفته ثلاث حاجات أبسوربشن ري أبسوربشن دي بوزيشن أبسوربشن للفايتامين أبسوربشن للكالسيوم والفوسفور اول حاجة لأكل دهنا اخدته أكل فيه كالسيوم والفوسفور ده في صفحة م treated يحصل له أبسوربشن يبقى لازم عشان يحصل أبسوربشن للكالسيوم والفوسفور لازم يكون عندي حاجة اسمها كالسيتيرول اللي هو الاكتف فورم خلاص بتاع الفايتامين ديب حصل أبسوربشن ثاني حاجة خلاص انا حصل أبسوربشن وعمل وصفحته تقديده يطلعوا بقى من الكلا يحصل لهم ايه خلاص يطلعوا للكل كالسيم احصل لهم فلتريشن هوقه يجري وراه مع الكلا يعمل لهم حقه اسمها ري أبسور بشان نزود نسبيتهم في الدم هل أنا! أنا عايز- اقول لك أنا مش عايز ان الكالسيم والفاصفور يطلعوا في اليورن مش عايز تطلع لهم في الإحسنور Babe ليش هتقعه في اليورين. ان هعمل لهم كمان reabsorption في الكلة. يبقى هو بيعملهم في الاسمول انتستين لما جاء اكل في الكالسيم وفسفور. اللي بيعمل لهم هو الكلسيترول اللي هو الاكتف هورمت على الفايتامين تي. خلاص? وبيعمل لهم reabsorption في الكلة مش حاجة ان يطلعوا. طب حيلة اوي. طب يعمل لهم كمان بيعمل لهم دي position in new formid bone. عادي تيس. يبقى ويعمل لهم دي بوزيشن في النيو بون او تيس خلاص طب ايه هي مصادر الفايتامين دي ده في الاكل اخذه منين يعني انا فيه مصدر نباتي ومصدر حيواني هنا بيتكلمك على مصدر الحيواني الفود سورس موقن غالي جدا في السمك فش ليفر اويل اللي هو سمك اللي هو زيت السمك الساد اللي هو كوت ليفر اويل اللي هو زيت كبت الحوت يبقى الفايتامين دي موجود جدا في الاسمك زيت كبت الحوت وموجود في السلامون والتونة والسردين مش موجود قوي بالنسبة للسمك يعني مثلا اللبن بالنسبة للسمك لا السمك اكتر في اللبن والبيض والزبتة والحاجات دي لا فيتامين دي هو كوليل فيه بس هو كوليل تعرض للشمس تعرض دايركت للشمس دا اكسراند سورس للفايتامين دي خلاص يبقى تعرض للشمس تاخد اكل في سمك وسردين الحاجات دي دا كويس جدا في فيتامين دي طيب طيب السلايد دي مهمة 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 في حاجات لو انت عدتها تبقى انسان عبيد لاني جاي في الامتحان تبقى انسان عبيد حرفيا يعني قلك عشان تبروديوس تبوت فيتامين دي انا قلته التفضل فيتامين دي انا قلت انogram دي disso هاراض للشمس يبقى ايه فيه برينسبل تبقى تعرض الشمس هارفية اكتب كده برينسبل تعرض للشمس ما dropdown? Aujourdه punch внутعب狀b البرينسبل بقي ديت؟ البرينسبل تبقى تعرض للشمس يبقى اللبن البرينسبل دا يتعرض للشمس يبقى ello يجب ده يتعرض الشمس في الـ midday sun مهمة مهمة مهمه م اللي calls midday sun من 10 ل 4 من 10 الصبح ل 4 ايه لربعة الظهر او 3 او من 11 ل 3 اكده يعني في الحدود دي بص بق بص دي اسيلة امتحان دي حرفين اسيلة امتحان ايه بقى اسيلة الامتحان في الحوارات دي يتعرض قد ايه؟ هل يتعرض هل يتعرض من دول الفترة من عشر اربعة يعني حطوا التفل من عشر اربعة ده من الشمس قال لك لا ياس هي مجرد 15 دقيقة في اليوم يبقى التفضل على العرض ورقم 15 ده بيجي في الامتحان 15 ده بيجي في الامتحان طب اتعرض امتى قال لك اتعرض مور صنريز وقت الورتكال لما تبقى عمودية كلمتين دول بيجي في الامتحان 15 دقيقة وورتكال ما تكونش ابليك دي يعني ايه يعني مش عمودية يعني ميلة لا انا عايز الشمس تكون ايه تكون ايه في الامتحان و 15 دي بيجي في الامتحان الرقم ده مهم والكلمة دي مهمة يبقى تكون 15 دقيقة وتكون ايه في الامتحان تمام بس كده يبقى عشان انتفضل ده واتياخد احسن حاجة من بعدها من دي من الشمس ان انا اعرضه الفترة بتاعة الميت دي صن جي ميت دي صن دي برضو مهمة تمام اه الى من 10 الاربعة بس مجرد 15 دقيقة وتكون الشمس ايه في الوقت اللي بتبقى طب ايه يقولك ان انا اسألك سؤال على فكرة ده سؤال وليه اجابة خلاص ايه ايه اللي بيقصر او بيخلي الافكتفنس اف صن ريز قليل ليه التأثير الشمس بيبقى قليل اول حاجة ان الشمس بتكون اوبليك اللي هي بقى قبل الساعة 10 وبقى افطر نون يعني بعد الساعة 4 اوبليك دي مهمة ليه بقى لان اغباطك في الانتحان ويجيب لك بطر كلمة اوبليك بطر كلمة فيرتكال وحتاجك مكانها اوبليك لان ما تبقى الشمس اوبليك لو انت مش فاهم الفرد يبقى انت حمار من اخر اوبليك دي يعني شمس مش عمودية شمس اه 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 ميلة لا لازم شمس تكون عمودية العرض من 15 دقيقة خلاص يبقى اللي بيقصر على الافكتفنس او بيقلل الساعة او الشمس تكون ايه ميلة خلاص اللي هي بتبقى قبل الافطر نون او بفور او افطر ايه النون تمام تاك ان الشمس يكون فيه كلاودي فيه صحب فيه تروب فيه داست فيه سموك فيه دخان فيه اي بقى ام يدولك ايه ايه بقى الآبستر الداخل الام بقى اللي يدولك ايه 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 انا بدل ما اخد الولا وطلع بره واضلع الشمس وكده وكده لا انا اخش ايه ايه على ايزاز كده من ورا الايزاز واعرض دفلل لا طبعا الازاز ده بيقصر على الافكتفنس بتاع الايه تاع الشمس خلاص ادكوت اكسبوجر اه بيقول لك ايه ان الام مثلا اخدمناها بتعرضه للشمس حلو قوي اللي هو الفترة اللي هي من 10 اربعة و بتعرضه 15 دقيقة و الشمس في ارتكال تمام ولكن وهي بتعرضه مغطية يعني ايه عمنا له ايه ملبسات كل الملبس بتاعته مغطية وشه مغطية ايده مغطية رجله مغطية كل اجزاء جسمه طفين الشمس اللي هتخش حضرتك عالجلد احنا هدوبك بس بنغطي بس راسه واعنيه تمام راسه واعنيه بس شوية من اجزاء جسمه يعني لأ هي مغطية كل فطبعا مش هتعرض لحاجه فدغب ايه اول كل دزيز ون الحاجات دي برضو ايه بتعرض لإيه في قلل الافكتف نظر فيها في عدة ده او في اسباب بريتس بوزن فاكتور بيخلي الحالات دي تخش في راكتز زي مشاكل وراسية ممكن يكون هو عنده مشكلة ان هو الناس اللي هي عايشة في افريقيا وكده اللي هو جلدهم الناس الصمرة دي المشكلة جينيت هو ابوه قصمة فهو طرد قصمة زي ابوه ده بيبقى عنده مشكلة في ابسوربت بتاع الفيتامين دي من الشمس في بيبقى ليه يع ممكن ياخده من الاكل بقى بدل الشمس تماما يبقى تعرضوا للشمس بيبقى ابسوربت الفيتامين دي قليل عمر الناس اللي هي عمروها من ثلاثة لثمنتاشر شهر طبعا الولاد اللي عمروهم بتقالتها تنسوه شهر دول اكيد مش ياخد نفسه ويطلع على الشمس لازم الام تكون هي اللي تطلعوا تماما يكون الام الام مش عارفة او الام مهملة او الام بتكسل فبيخش برضو ان يكون عرضة في الريكتز انا ما متعراش للاشعاد الشمس طريقة فيرديكال و 15 دقيقة حيات اللي احنا هنا عليها دي الناس اللي بتاخد ارتفشيال فيدنج مبيخدش طبعا الكلوري بتاعته بتاعت الفيتامين دي تمام فبالتالي ممكن برضو يخش في ايه في الحوار بتاع الريكتز دوت البريماتور والدوينز اللي ان البريماتور ده بيبقى عنده جروس عالي فمحتاج فيتامين دي اكتر من ام ما بتدهوش كده او ما ب اللي هو ديستربيوشن اللي هو مناطق الكوتبية ديت بتبقى الناس ديت عندهاش اشعة شمس عالية ولكن بيقول لك هنا ايه بطي ناف كود لايف اي لان ربنا بيبديهم هناك سمك في الناس اللي قمانة الكوتبية ربنا ما هوفر لهم سمك اكتر من عندنا عشان سورس للفيتامين دي يبقى احنا عندنا شم سوما هناك عندهم سمك تمام اكسيكلوسف بريست فيدنج ايه ده الاكسيكلوسف بريست فيدنج ممكن يقدي ان حالا دخش في ريكتز او درقص الفيتامين دي اقولك او الست الل انه عندها اكسيكلوسف بتلطي عبدالها اقدرتها وكقدت لها علم اعدادها هيلستيكشنج يا سد الكل الوريست فيدنج ده الاستهتربيوشن الهياء وحسن حاجة ونضيك اكسيكلوسف بتيجيع عند 6 شهور بني انتتدوهش اكل من برة بالتافة ده محتاج اكتر من فيتامين دي هانيش بتدقيه فاخش في ايه فيتامين دي تفكي فيه فيتامين دي انفجنسي طعم اه سيزن الناس اللي هيا في الشتاء والحاجات ديت ونهايات الخليفة والحاجات دي برضه مافيه شمس عند شركة أخرى ، ففيدالمنذي قيام التعرض اوى فيدالمنذي سيقك اخير ذات حاجات خاصة لاردة هو الأذكي الذين اعتمد في allfficient المنصة علي الدخول في all crieds الطاقة أو الحاجات دي حاءنا الحاجات دي داخل ح disadvantages فأقول له carbohydrate decisively تمام كل ما الطفل ي cola يح 분들은 يعطيه ی atgr او 卖 افيد عن عز فىzy وخMS شهر المؤمنين هي مهمة 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 مع تاب ابضفولي وهتجب بين الانتحان ما بين الانتحان ماذا وبين أول شيئا نبسك المنت VAN سجيضم سجيضم سواق الساوركس الساوركس الدين قريبا كل المختلف القرية tornBL استع bread اول حاجة الهد، اللي بزرع الراس، الراس بتبقى كبيرة في الحجم، LARGEMENT AND SQUARE لما تشوفها كده من فوق، بتلاقيها شكل ايه؟ قصة الكابت كوادريتم دامت، الكابت كوادريتم دامت، مش موجودة عندك في الكتاب، ولكن موجود عندك في التبقى أطفال، فمصلحة انهم ما زودوه خلاص، اسمناها الكابت كوادريتم عامل شبه ليه؟ البوكس شابت، اهو شبه البوكس، شبه ايه؟ البوكس، شبه الصندوق كده، رأسه عامل شبه الصندوق يبقى بسبب التشوهات اللي فلوسه ديه، والكالسام والفسفور ما مش بيدخلوا للبون والحوارات ديه، طب فيه تشوهات بتحصل لديك تشوهات دي هتلاقي عنده حاجة اسمها الكابت كوادريتم، اللي هو رأسه عامل شبه البوكس، تمام، LARGEMENT AND SQUARE، طبام سهلة، ثاني حاجة الانتريور فونتانين اللي بيقفل متأخر، فوت يقفل من 12 إلى 18 شهر، هنا بيقفل متأخر، طيب، أهم حاجة ديه، حرفيا سؤال امتحان هذا الم 가족 حسب الأب إليه، الCRANIOPATES ما هو الCRANIOPATES Button Forget HOUSE signing this Cranium Assetنين وأنا لما بايا اضغط البطار ليتقض أفعل جلدها من رأس امتحان عن ذاته تطاليين بيق rzeczywiście فلا يستطيع ان اضغط أن اضغط لاسه ال식��ية التي لكنها تطاق كل هذه الراس accountable اضغط الجلد مع الراس بالتبلة لت reach 편 narc scrianyeani Amen كرينيو على الكرينيا أضغط ألاقي نزل معي يبقى الكرينيو تيبس إزا اللي بو بص بقى بص بقى حتة تلكها دي يقول لك ان الكرينيو تيبس دي هي اللي بو نتشينجيس اللي بلاحظها يا نهار بيض عملها لك بخطوط و عملها لك بكل حاجة دي سؤال امتحان كلمة الل دي مئة سؤال حرفين سؤال امتحان يبقى الكرينيو تيبس هي ايه؟ هي الكرينيو ينبونة لما تضغط عليها لها صفت وبتطلع صوت تقطق الكرينيو تيبس دي هي اللي الوحيدة اللي اللي حرفين هي الوحيدة اللي اللي في تعملات أطفال في تبقى أطفال هتلاقي في كده ايه؟ سلايت على اللي و سلايت على اللي خلاص حاول ما تزوينش نفسك و ما تفكرش كتير حفظك هل ما موجودة في تبقى في تعملات أطفال بقى الله يكرمك الله يكرمك اللي حكتب كتف و ايها امسك القلم و اكتب الوحيدة اللي 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 جينجيس بشوفها في حالات في حالات في انتقال الريكتس هي الكرينيو تيبس بلاش فازلكة هي ايه؟ دكتورة قلتها كده وبتيجي في الانتحان من المنظر دي يجيب لك ايه؟ الكرينيو تيبس يجيب لك مثلا الروساري و يجيب لك هاروزون جروف و يجيب لك ما حاجة تانية و يجيب لك ايه هي اللي جينجيس اللي بلاحظها الكرينيو تيبس من غير فازلكة هي مكتوبة عندك هتلاف الانتحان خلاص؟ بدي حصل من عمري من ثلاثة لثمان شهور مهمة بها لحيثة اللي جاية دي الصين دي كان نوت بي مش بتشوفها بعد سنة يعني بتشوفها قبل سنة أو بعد سنة مش موجود الكلام ده بعد سنة مش موجود بتشوفها قبل سنة جملة دي مهمة مش عظفها قبل سنة لشان جدا احن ايحن قوم لها هي الوحيدة 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 اللي اللي صين التاس ايرابشن يكون ديليه. نحن عندش كالسيام وفسفوري يكون البون والتيس. فأجد ايرابشن ممكن يوقض ان يحصل في الست شهور. زي ما اخدنا في محضر الجروس الديبلومنت. لا هنا بيوقض لحد معك عشر شهور. خلاص ممكن اكتر كمان. ولو تطلعت كمان بونس او تيس. بتطلع شكلها غريب كده. ده شكل البوكس. ده شكل البوكس كده عمل شبهة الصندوق. اهو. وده شكل الكرينيوتيبس. اللي يتبقى اللي صين. الوحيد الريكت الكروسر هي. ديجي في المتاحة. مهمة 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 مهمة. تيجي فيها ايه بقى. الديفنشان بتاعها مهمة جدا. ايه الريكت الكروسر هي دي بقى? كل بساطة. عشان انا عندي. عشان انا عشان بقى عندي مشكلة. لانا عندي فقط من ديتة قليل. طب فقط من ديتة كان بيعمل ايه? كان بياخد الكالسيام وفسفور يدخل هوم لكوا البون. طب انا جدنا عندي مشكلة في حاجة. ايه هي اسمها? ما دي اسمها من الوحيد. كده انا عندي مشكلة في المنراضيشن. مش عارف ياخد الكالسي دخلهم جوا البون عندي مشكلة في المنوريزيشن بتاع الكالسوم والفوسفور عشان كده انا ما عندش ايه اشان ما عندش البغضى من دي الكفاية ان هو يعملي او يخدي الكالسوم والفوسفور الموجودين في الدم ويعمل لهم دي بوزشن جوا البون فلايه الطفل ده تظهر عنده ايه زهر عنده حاجة اسمها الكاتيكروساري اهي كلكيعة كلاكيعة كده بص كلاكيعة ازاي بص الكيعة عاملة ازاي كلكيعة كلاكيع نوديولز عشان ما عنديش ميناريزيشان كويس بس كده يبقى ريكيتك روساري حصل بيدنج أوف ريبس يعني بيدنج يعني كلاكيع مهمة التفريشان بتاعها مهم مهم كلاكيع اسمها ريكيتك روساري ريكيتك روساري كلاكيع كلاكيع حفيظها كده ان ريكيتك روساري روساري فيها أر أنا بيتكلم عليه هنا أنا بيتكلم هنا على الريبيس الله يكرمك ريحيتكس في الكلام اهو انا عارفك عارفك زكاوة ريكيتك روساري اهو فيه أر بقول ايه الروساري ما على ريبيس أر مع أر سؤال امتحان ريكيتك روساءي في مشكلة في ريبيس بيها كلاكيع فأني مكان بقى في الريبس وهي مع정سها في الكوستو كوندوريال جونكشون اللي هاه بحطة اللي هي ما بين العظم وما بين الكاردريج اسمها كوستو كوندوريال جونكشون اللي هي million guiche مجال الاتقاء او الوصلة اللي ما بين العظم وايالكاردريج اسمها كوستو كوندوريال جونكشون بشوفها بذانها راون ديولس ليا كيان خلاص بس كم مهمة 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 تمتد من قدها ما ترجعاه لورة dannsity والحاجات دي. دي يبديك السؤال في الانتحان. دي مهمة. تشكلها في الحاجات دي كلها. بيحصل حاجة اسمها هاريزون جروف. مهمة اه مهمة. بس مش زي الاتين اللي عبليها. مزاي كريونة تيبس والريكيدي كروسل. اللي بيحصل هنا. طفل ده بيبقى متحزم كده. خلاص? لان شايفة السؤال اسمها هاريزون جروف. متحزم كده عامل شبهة في حزان كده. خلاص? حاجة بيحصل حاجة اسمها بيجون شست او بيجون برس مش موجودة عندك في طب مريد اطفال موجودة في طب اطفال. اه هو عمل لك ميكسة بيحصل بيجون شست. تمام? يعني سدلت بيحصلن هو ايه? بيجون ده عمل شبهة الحمامة. برس من قدام كده. خلاص? البلفك بتاع الفيميل. البلفك بتاع الفيميل بيكون اهو بيأصلك اعمل بيحصل بحاجة اسمها سكوليوزيز. وهو lateral curve of spine. بحصل deformative pelvic. بحصل في فيمين. بحصل نعم حاجة اسمها contracted pelvis. يعني كده مش تولد طبيعه تولد سيزيريا. لذلك اخطى فنسا. المسل بقى. قبل ما نخش عن المسل نتكلم من برضه على البون. البون بقى عنده. لا نتكلم عن المسل. لا. المسل تون. المسل تون له متقل. بسبب ان فيدامين دي قل. هو كان بيكوول المسل. وهو تمام ديه قليل. فالمسل هتبقى قليل ضعيفة. هايبوتونيا. فده ليه للسيتنج والسيتنج والوقت. مش هادر يقف. مش هادر يمشي. مش هادر يمسك نفسه. بسبب البون مسل تون عنده هايبوتونيا. فالطفلة دي ما عنده بون سيتنج ايه بوتشات. طفلة ده هيكون عنده حاجة اسمها كيفوزيز. يعني كيفوزيز يعني مأتب او مأتب. سوري. وسكوليوزيز يعني كيرفيتشار لاترال. وبيحصل الحان ده. كنتراكتد بلفز. رص? وبيجون جيرت احنا قلناها. مهمة بقى كلمة بوت بولي. يعني يعني عنده كرش. ده الكرش ده اسمه بوت بولي. مهمة كلمة دي. بوت بيلي بوت بيلي سوري. بوت بيلي يعني البطنو دائمان مرفوخ. بسبب ايه؟ بتاع المنتظم بالأبدومين المسل. صح؟ الطفلة ده كمان هيكون معاها كونستبيشن. ليه كونستبيشن يعني كيرو يبقى معا بوت بيلي بطنو مرفوخ عنده كرش. كاردرشن كاردرشن وعنده كاردرشن وعنده كاردرشن بسبب النص من المصر لا يوجد فرستاليك موفمد الكوية لذا ستظهر لي السطول وعنده كاردرشن الليكستريمتي الليكستريمتي مهم قوي حيث الحياة اسمها ابفذيال لن أريد أن أدخلك تفاصيل ولكن بكل بساطة ان هناك كاردرش ما بين البون والبون ما بين البون ما بين البون الملحب بيحصل فيها مينوريزيشن بفوت بيحصل فيها مينوريزيشن للكالسيول عشان البون تتول لحد نوصل بسطول البلوغ هنا في الريكتز أالي بيحصل هلوان طبيعي van normal الغير طبيعي الفيحادة الريكتز تفضل تفضل التفضل لزرطة لجل وفوسفور يحصل لهم مينوريزيشن لجوا البون يحصل لها هي المشكلة اللي هي اسمها بفيزيال اللارجمينت خلاص بسبب الكاردويتش عمان يطول وما فيش حاجة بتيجي يحصل لها من الريزيشل في المجان دوت بيحصل زي ما دفعنا بيقصر على الليجامينت وبتلك في اول محاضرة فيتامن دي بيقل بيقصر على عرب حاجات المسل والبون الجروينج بون والليجامينت وبيقصر لي كمان على ايه النيرفول سيستم يعمل لي حاجة اسمها التتاني بيقصر على الليجامينت حيندوك عنها ايه النوني يبقى النوني دي او اللي بيسموها الرجلين المكوصة دي النوني بيحصل سبب ايه بسبب الرجلين بتاع ايه الليجامينت ده شكل الفيزيال اللارجمينت طيب بيحصل له كمان حاجة هنا مش موجودة عندك في الكتاب سوتها اللي هي الجرينستيك فراكشن هتلافت بقى طفول ومنكسرش من بره تمام بيبقى شكله سليم من بره ومنجوه مكسور هو ده بالزبط اللي بيبقى خلاص ايه عايز بس اصوت لك حتة مش موجودة عندك في الكتاب بس موجودة في تيب اطفال حتة اللارجمينت هتحط جباها كلمة مار مارفن عايش هي موجودة عندك في تيب اطفال فزوتها مارفن سين سماها ايه سماها هناك عندك في اطفال سماها مارفن سين تمام مارفن سين لما تيجي ذاكر هناك تكون مخلص هنا كمان الاثر كومبليكيشن تلاقي طبعا عنده ندرشن انيميا بايلور داكي كاردي بالبيتيشن تلاقي ريزيستانت قل سبب ان هو الهاي بوتونيا اللي حصلت للمسل واصلت له على عملة الشوهات في المسل في الربون في الريزباريترو في الريزباريتر ويجي له عنده نقصة في المناعة والحاجات دي كلها فدي ده جميع لي الريكتس يعني المشاكل اللي بيلاقيها طبعا الدياجنوستيك بروسيدجر مهمة 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 موجودة معاك هنا وموجودة معاك هناك رجز معايا بقى هلاقي ايه لما اجي اعمل دياجنوستيك بروسيدجر هلاقي ايه اول حاجة بلاقي الكالسيوم نورمال ايه ده؟ اذا كينو انت مش بتقول ان الفيتامين دي دود هو اللي بياخد لي بيعمل لي ابسوربشان للكالسيم في الانتستين طيب تمام انت في حالة الانفلتاري ريكتس ما عندكش اصلا فيتامين دي اين ايه ديكول في الفيتامين دي طب ازاي الكالسيم هيبقى نورمال مين بيعمله ابسوربشان هقولك للامانة؟ كالسيم لما بيقل في الدم كالسيم ده من العناصر المهمة جدا 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 للانسان خلاص؟ طيب لما يقل بيتفرز عند حاجة اسمها بارا سيروت جيلاند بارا سيروت جيلاند فرز عند حاجة اسمها بارا سيروت هلمون بارا سيروت هلمون دي تارجل بتاعها ايه؟ تارجل بتاعها ان هي تحافظ ان نسبة الكالسيم في الدم تكون نورمال ده هدفها حتى في الدم بيقول في الدم حتى لو حتيجي على حساب البونز والمصر يعني ايه؟ يعني هي ممكن تروح يا كيلو تكسل في العضن وتطلع منه كالسيم وتلمي في الدم اه فعلى فكرة لو لقيك الكالسيم نورمال ده شيء يخوفك مش شيء يضمنك ليه؟ ده معنى ان البراصيروت جيلاند فرز عند البراصيروت هلمون اللي هدفها هيتحافظ عن نسبة الكالسيم في الدم كويس فبالتالي كسرت العضم واخدت منه الكالسيم محدده في الدم ده اعرف منين ان الكالسيم حرفيا ان العضم بيتكسر التحليل ده؟ التحليل ده في غاية الاهمية اسمه ايه التحليل ده؟ اسمه الكلين سيريوم الكلين فوسفيد الا ايه عالي؟ ليه؟ ده معنى ان انزيم بيطلع في حالات تكسير العضم ده معنى ايه؟ ان العضم بيتكسر لو لقيت الالكالين فوسفيد دوت اكتيفتي عالي ده معنى ان في تكسير العضم معنى كده ان فعلا الباراصيروت جيلاند فرزت الباراصيروت هرمون واشتغلت وكسرت العضم واخدت منه الكالسيم ورامده في الدم ان يبقى اذا فعلا فيه تكسير في العضم برحلتي خطيرة جدا ولازم متعامل معها بسرعة طيب الاقي الفوسفات عالي ولا واضي؟ الاك هتلاقي الفوسفات بتاعك قليل طيب ليه عم كيلو الاقي الفوسفات قليل؟ مش احنا قلنا الباراصيروت جيلاندي دي اه اه قليل ليه؟ لانه مفيش افسورمشن طيب وكمان عندما يقولك في الدم ارتاعك ان لجسمه كالسيم والفوسفور او�ummer عايز جسمه بيقولك لجسمة فسفور كلسيم والفوسفوTop softer انتو الось максимolare تكونوا بالمقدار عشر درجات ا هي في المقدار عxis درجات أنا بديك مثال لازم كلسيا لو р quطير hijo بيكون الكالسيم والفوسفات في الدم بمقدار عشر درجات يعني ايه قليل عندما عندي خمسه كالسيا أصلهم يكون في خمسة فوسفات مثلا الفوسفات لفوسفات بقى ثلاثة يبقى الكالسام يبقى سبعة لازم الكميتين يبقوا بيسوع عشر فانوا انا مثلا عاد تعليف الكالسام في الدم وعمل اكسر في العظم فألاقي نسبة الفوسفات مقرنة بالنسبة الكالسام من ايه؟ وكما انا ما يكسرش الابسوربشن للفوسفات في الدم عشان ما فيش عندي فيتامين تيلي عملنا ابسوربشن تبقى ليه الكالسام بيانا غنيفش ابسوربشن بسبب منص الريد جينات والتحديد بتاع الكالسام مهمة برده طيب في بقى حتة مهمة قوي البريفنشن واحدت لك ارقام يعني هرد بيقول لك خلي بالك من اسئلة الانتحان يعني لعنى المحاضرة ذات نفسها البرزنتش بيقول لك خلي بالك ان دي اسئلة الانتحان رقم ماشي واحد عم اول حاجة عشان امنع ريكتس داو امنع ريكتس يعني الوقاية خرر من رجل دا ستة دي جايلي بمنها ما عندوش ريكتس انا عايز امنع ريكتس همناها ازاي اقول لها وانت حامل او انت بترضاعي لازم تتعرض للشمس كويس وتغدي سابلمت من فيتامين دي دا بالنسبة للام طب بالنسبة للتفل بالنسبة للتفل اقول لها عرضي ابنك لاشعة الشمس امتى في الساعة ما من عشرة اللي هي الميد دي نايت اه سوري الميد دي صن اللي هو من عشرة لاربعة عرضيقة دي خمس واشر ديئة لما الشمس تكون فيريتيكل مش اوبليك امام قلتها لها طيب فيه بقى رقم ربعمية دا مش جديد علينا يعني رقم ربعمية انت ناشل يونيت دا مش جديد علينا افاكر محضرة الفيدنج لما قلنا فيه ارقام مهمة ازا انت حفظها عشان هتلاقي قد دا اهو اهو دا رقم دا طيب انا بدي له اسمها بريفينتيف دوز اسمها ايه؟ بريفينتيف دوز او اللي هي بروفلاكتيك دوز مهمة بقى ايه هي البروفلاكتيك دوز من فيتامين دي؟ ان انا هتديني ربعمية انت ناشل يونيت لو التفل دا ايه؟ لو التفل دا فول تير يعني التفل دا جايلي مولود في صحابة بعد فول تفل دا فول تيرم تفل دا فول تيرم هتدينو بروفلاكتيك دوز او ما عندهو شركتز انا هسا اعملенд عقد Lammb registrar لازم ادينه ربعمية انترناشنال يونيت كل يوم لازم ادينه الورال دوز اوو في ربعمية انترناشنال يونيت دايلة كل يوم يتعرض للشمس اليوم ياخد اوورلا دوز من ordinary من ربعمية انترناشنال يونيت الرقم دا بيجي اسئله في التب باطفال بيجي اسئله في تبريد اطفال رقم ربعمية دا مهم بس خلي بالك احنا قلنا الربعمية في حلات الفول تيرم وليس البريع تيرم طب لو طفل ده جايلي هو بريتيرم أو توينز يعني توقع ياخده قد اي من فيتامين دي ياخد ألف انترنشلل يونيت يعني خلي بالك بوقي هناك في سؤال في الامتعان ويغفلك يقول لك يا طفل ده بريتيرم هتدينه بروفلاكتك دوز قد ايه أو ميندنانس بروفلاكتك دوز أو بريفينتف دوز قد ايه هقول له هتدينه 400 غلط ما كيرو قال لك 400 أقول لك برضو غلط 400 دول في حالات الفول تيرم طفل النازل فول تيرم لكن الألف دول حلال التونز والبريتيرم لانه عنده متابوليك ريت عالي في البيتيرم وعنده التونز دوز اخوه اخد اكله فمحتاج ايه ياخد جرعة اكبر ألف انترنشلل يونيت في اليوم مهم جدا الثالث دي طيب الثالث دي مهم 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 ايه بقى الثالث دي دي بقى السيرابيوتك دوز يعني ايه كيرو سيرابيوتك دوز سيرابيوتك دوز يعني الطفل جايلي بريكتس هو عنده خلاص ام ما تعرضتو الشمس ما أخدش المجادش عندها وعي ما عدتوش الربماية 13 لليونت في اليوم لهو كان فول تيرل ما عدتوش الالف 12 في اليوم لهو كان بلي تيرل ما أو توينز وجاي لبريكتس أعمل معاه إيه؟ بيقولك إن إحنا بنديله أدمنستريشن لألف وستمية بركز في الرقم بركز في الرقم الأرقام مهمة 1600 مهدوط من الأحمر يبقى مهمين 1600 انترناشر لليونت بادهم له وادهم له مدد قد إيه؟ موجود عندك فتبة أطفال وتمريد أطفال موجود عندك فتبة أطفال من 2 إلى 4 أسابيع يعني حوالي شهر من 2 إلى 4 أسابيع وأقول لها وأكون عامل بيزيك أو بيز لاين دا دا ليه اللي هي إكس راي وأقول لها تعالي لي كمان إسبوعين 4 أسابيع يعني ماشي على الجرعة دي كل يوم 1600 انترناشر لليت مش هنفع معنا 1400 و الحاجات دي هدي جرعة على شوية اللي هي 1600 كل يوم دا غديل مدد من إسبوعين 4 أسابيع وتجي لي كمان إسبوعين 4 أسابيع هنعمل له إكس راي لقيت الإكس راي بتتحسن إذا التفل دا بيتحسن بقى يمشى الجرعة بعد 1600 دول لحد ما إيه ما نقلل لدوز واحد أو واحدة خلاص؟ التفل ما بتحسنش أم جات لي بعد شهر وأنا ما تديها 1600 وأعملنا إكس راي لين إكس راي زي الزفت نفس الكلام عنده ريكتز جات لي بعد شهر تاني لقيت اللي برضو 1600 بشعة 1600 وجاء اللي بعد أسبوعين أو 4 أسابيع عملت إكس راي برضو إكس راي ويحشة إصلاح حقات الحلقة دي اسمها إيه؟ حلقة دي اسمها فيتامين دي رفراكتوروري رايكتز يعني لي كم يستجيب لا تضاف يعني هي أساس رايكتز ومش بيستجيب التعالي اعمل إيه؟ أعمل حقا اسمها مهمة مهمة ينتمتع المتحان إيه الماسب السيربي ده بقى؟ الماسب السيربي إن أنا حديله مرة واحدة بس انس مرة واحدة بس أديله ستمائة الف انترناشلل يونيت ينهر بيض ينهر بيض يعني هكيلو يعني حديله حقنة لمرة واحدة بس مش ديلي مش ديلي أدمينستريشن ها مش ديلي administration مش ديلي administration هنا حقنة واحدة بس ووعد كرارها اقول لي الام كده اوعد كراريها الدكتور بيكتب لها روشتة فيها فيتامين دي ستمية الف انترناشر الانت اخدها مرة واحدة خلص اسمها massive syruble تمام بتكون في الغالب one injection enough يعني حقنة واحدة كفاية اجل دكتور ايضا يجرر لحقنة تاني لازم يسحب blood examination وشوف نسبة الكالسيا عايزين نتكلم شوية في الحدة دي ليه انا بديها مرة واحدة بس ليه وعلى فاكرة دكتور بيكتب روشتا بيكتب معها فيتامين دي اللي هو الجرع الماسب سربي دي اللي هي 6000012 يونت وبيكتب معها كالسيان برضو تبليع كالسيان واحدة واحدة ليه بديها مرة واحدة بس لان انا عانت البون كين بقال له فتة طويلة جدا مفيش كالسيوم مفيش فوسفور بيخش له عشان الفيتامين دي كان قليل صح كده؟ طيب الفيتامين دي كان بيدخلهم ففيتامين دي قليل فمش يحصل مش يخشه طيب لما انتي ماسف دوز يعني يجونها عالية جدا من ستمائة الف انتناشن يونيت قد تجونها عالية جدا من الفيتامين دي مالة واحدة كده يروح حامل الفيتامين دي كتير او دوت ااخد كل الكالسيوم واخد كل الفوسفرس وحطه لفلبون فيخش الطفل في حاجة اسمها ايه؟ حالة من الهايبوكالسيميا عشان جدا الطفل الدكتور قبل ما بيكتب الجرعة العالية او دين ماسف سيروبي لازم يكون سحب قبلها بلود ايجزامينيشن مشوف نسبة الكالسيوم في الدم دي ولو كمان لو عايز يقررها كامل تاني هي واحدة بس يكفير بس لو عايز يقررها بيعمل بيعمل بيشوف الكالسيوم ليه؟ ان احنا قلنا الفيتامين دي بياخد كل الكالسيوم اللي موجود في الدم ودخله جوا البول فلوا انا عندي حالة من الهايبوكالسيميا اصلا فبالتالي كل الكالسيوم اللي موجود في الدم يخش في البول فاحالي يخش لشيكل جديد فالطفل عند اسمها هايبوكارتسيميك تيتاني فالطفل عند الدكتور عندما يكتب له العلاج بيكتب له 600 ألف انترناشن ريونيت بيكون قبلها شاء عارف نسبة الكالسيم في الدم ما قد ايه؟ خلاص؟ فلازم تتاخد مرة واحدة بس لان انا اتفقنا ان الفيتامين دي هيخدش جميع جبيرة جدا هاخد كل الكالسيم في الدم يدخله جوه الايه؟ جوه البول فيها من حالة هايبوكارتسيمي الكالسيم هيقل جدا 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 في الدم خلاص؟ فممكن ممكن يدخن في ايه؟ ممكن يدخن في تيتاني رجليه ودراعه تلقهم ايه داخله لجوه كده وعنده حاجه اسمها لارينجوس بازم لارينجي القفلت وكونفولجون وطفل مزرق تمام؟ فعشان نتجنب الكلام ده لازم ندي هيل سيتشنج للأوم ايه هيل سيتشنج للأوم؟ اول حاجه هقول لها ست الكل الدكتور كاتب لك على جرعة الكالسيم دي 600 ألف انترناشن يونيت خلي بالك اول حاجه هتديها مرة واحدة بس عشان الجرعة بيقولك ان الحوانة دي في السادلة تبقى رخيصة فهنتديها مرة واحدة بس دي اول حاجه تاني حاجه في ناس تبقى حالتها ظروفها على قده خلاص؟ فممكن تجيب اللي هو الجرعة بتاعه همش عنده نقص يقولك يا عمه ومش عنده نقص في فيتامين دي ما جيب له فيتامين دي وخلاص السادلة يقولها يا ست الكل همش عنده نقص في فيتامين دي طب يا رأيك خذي طب بقية العلاج ده بيبقى فيه ايه؟ بقية العلاجة دكتور بيكون كاتب كالسيام ليه؟ لان انا عارف ان الفيتامين دي الماسيب دوز ده هياخد كل الكالسيام موجود في الدم تخلقه بقى العظم فلو هي ما جابتش الرشدة كاملة طفلاها هيخش في حالة من هايبوكالسيمك تيتاني هايبوكالسيمك تيتاني هايبوكالسيمك تيتاني يعني ايه؟ الكالسيم هيلي جامل جدا في الدم خلاص؟ ويخش في لالينجوس باسم فلازم اقول لها اول حاجة ان الجول عندما تأخذ شغل مرة واحدة بس مش همخشش في هايبوكالسيمك تيتاني كالسيام يقول لي جامل جدا في الدم تاني حاجة تاخد كل العلاج الموجود في الرشدة لازم تجبيه اوه ما تجيبهوش خلاص؟ دي اول حاجة دي حاجات مهمة اول لازم تكون اعرفة طيب نيرسينج كير بيقول لك ان التفل ده بيكون معاه في السكيليتال سيستم فالريكي تيكبيشن دوت لازم اعمله سببورت جميز جدا من الباك يعني ما هشتكوش اعمله سببورت جميز جدا ما هشتكوش يعني يمسك التفل كده ويلعب به ويهشتكو ليه؟ علشان ما يحصلش تفورمتي في النسبة يبقى ما يتهشتكش خلاص؟ دي اول حاجة اعمله سببورت جميز داني حاجة هتعامل معاه جينتلي يبقى ما هشتكوش وتعامل معاه بتريها ايه جينتلي عشان متكسرش ممكن يتكسر في ايه وقت خلاص؟ افويت البرجر على الانفانت وتعامل معاه واحدة واحدة والدايبر يكون لوزلي يكونش مسك عليه عشان مثلا ممكن يكسره اصلا الريكي تيكوشتلين ده لازم يكون ايه؟ منائم على مرتبة فيرم ماترز فيرم ماترز عشان ممكن تاخده لو هي مش فيرم ممكن تقدي المرتبة الهايشة ممكن تقدي المرتبة الهايشة ممكن تقدي الاسباين يققى مهمة جميلو يجب التعرض للشمس بطريقة جادولي زي ما كنا بنتكلم في حالات الريفيتينج سندروم هنا كمان كنا بنيت اسمول أمونت هنا كمان تعرضه للشمس لازم يكون بطريقة جرادول يعني ايه؟ يعني اول مرة هيتعرض فيها لشيء اول كم مرة كده لازم ما يتعرضش بقى 15 دقيقة زي الطفل اللي ما عندوش ركتس لأ ده هنا كبريفنتيف ايه؟ كبريفنتيف اعود 15 دقيقة لكن هنا كعلاج يتعرض من 3 ل 5 دقيقة ودي مهم مهم يا جماعة وبيزيد بطريقة جرادول يعني الوقت بزاوية ممكن اول اسبوع مثلا داخل 5 دقيقة الاسبوع اللي بعده نخليه 7-8 دقيقة 10 دقيقة وهكذا بابنزيدك الوقت بجرادولي بابتدي بسمول بارد يعني ايه؟ يعني ما بابتديش اعرض جسمه كله لأ غلط ابتدي بايه؟ ابتدي بسمول بارد من الجسم جرادولي بزاوية جرادولي بزاوية في الاكسبوية ايه؟ لازم طبعا في الميت داي زي ما ادفقنا من ساعة عشر للساعة اربعة بعضي طريقة الخمس دقيقة في الوقت الشمس تكون ايه؟ لازم يكون عامل بروتكت زي ما قلت لك هناك مغطي الراس ومغطي العين اكسب ليه للأم اللي تريد من زي ما ادفقنا وانا هي الحاجات اللي حنا كنا بنتكلم عنها دي كله ده مصادر الفيتامين دي كده شباب نكون خلطت بس في شوية اسئلة عايزة قلها هي اسئلة اللي تعرضت في المحاضرة تعالينا قلها احمد سبع شهور بياخد بريست فيدنج بقاله كم شهر الام بقت بريجنانت ووقفت بريست فيدنج دلوقتي بياخد ماء روز وبياخد بطاطس مهروسة ودلوقتي عنده اديمة تدعت بالرقل وابتشرت بقيت جرنالايزت دي حالة ايه؟ كواشور طبعا طيب احنا قلنا دي حالة كواشور تمام؟ ايه هو السبب الاساسي؟ انه هو في هذا الوقت ما اكلش ايه؟ إن اديكوت بروتين تمام؟ طبعا اديكوت بروتين ايه هي الميجور كومبليكيشن؟ اللي هي الكمبليكيشن احنا كنا قلنا عليها في صفحة 182 اللي هو يبقى عنده ديارية ودوهيدريشن وكترولايتستيربنس هيقدي لأسد بيس بلان دستيربنس يبقى عنده انفكشن في الاسباراتري والجو اي تي كتير جدا ممكن يخش في السرش ستماتيتس وامباييما وبرونك نيمونيا وحاجات دي هايبو جليسيميا وهايبو سيرميا وبرولونجت المال نيوترشن ادي لأيه مينتل سابنورماليتي خلاص؟ سؤال تاني بيقولك ان الام جات لك اوت بيشنت جات لك التفلها عنده ريكتيك ريكتيك تشايلد اللي هو انفنتاريكتس بس جات لك الساعة خمسة للفجر يقول لك ليه دي حالة ارجنت ليه ممكن يكون هي كررت الحقنة بتاعت اللي احنا قلنا ما نفعش تكرر ليه انها تاخد كل الكالسيم الموجود في الدم حد الفيتامين دي اللي هو ستمائة الف انتناشان يونيت اخدت كل الكالسيم الموجود في الدم حيبو كالسيميا قدت لاتحادت جوة العظم بقى حيبو كلاسيميا حيبو كلاسيميا اللي هو كالسيم أل فبتخش في حالة اسمها تيتانين هو بقى الرجس باز وكونفانشن حاجات دي تمام؟ طيب يقول لك ريكتيك تشايلد والس ليفر فيلير ودد سيريبيوتك تلد مند احنا قلناها على فكرة ريح بنشرح سنتحدث أيضا أن الطيب هو ركتك بسبب أن يقدر انيه لديه التفصيل في فيتامين D بهذا السمسل هنا ممكن أن يكون بسبب الصدقات السمسلية فأناك لا يحاولون لي من الكوليكالسفيرول إلى 25 هيدروكسي فيتامين D فبالتالي لا يتحدث له تفصيل بسبب الهيدر بوز سممكن ندلله الفيتامين D وilian الكلام الكلام وهو كالسيتي ريول مستعد جاهز ايه الحالة دي؟ الحالة دي اللي رح يضل لأخذناها النهاردة هي حالة الدرما دوزز اللي هي بتبقى موجودة في الكواشور مش موجودة في المرز مصر وانت بتقولك وانت بتعمل أسسنج للريكتس زا بيت يدرك نيرس لقيت ان بتنصح الام واس بريفينتف ميجر ايه هي البيفينتف ميجر هتنصحها دي نهارة تدينه 400000 يونيت وتهرده للشمس في اللي هو الميت دي فيه الميت دي صن اللي هو 15 دقيقة والشمس تكون فيرتيكال بس كده بيقولك ان ببركز بقى في الكلام هنا مهم او السؤال ده غبيس قوي يعني بيقولك بتدي نصيحة الام ابنها بريتيرم عشان تعمل بريفينشن يعني هو ما عندهوش بتعمله بريفينشن فيتاريكس بي ادمنستريشن فيتامين دي دي لي واسدوز ايه احنا قلنا اول حاجة بريفينشن عندي يا ربعمية يا الف تمام ربعمية في الفولتر والف في البريتيرم فهو هلنا بريفينشن البريتيرم فهو هديله ألف سؤال برضو مهم ده مهم وخطير ده قلناه برضو وانت بتعمل بيو كيميكال في حالات الفتاريكتس هتلاقي ايه حالونا طبعا هلاقي الكالسيم نورمان سبب البراصيرويد هيرمون وهلاقي الفوسفات قليل تمام هلاقي الهاي الكالين فوسفات الفوسفات الكالين فوسفات عالي ليه بسبب تكسير ليه البون البون تتكسرش انتاخد لي كل الكالسيم الموجود فيها دواتين ليه ليه العظم ها للتام السؤال ده برضو مهم وعد تركز عليك معايا قلت لك ايه هي الحاجة الوحيدة للإرلي البوني الجينز تتلاقي في البتياتريك هي ايه في الحالات الريكتس اللحيدة الوحيدة للإرلي هي الكرينيو تيبس ده بقى كويز موجود عندك في نهاية المحاضرة كده هتوسع عليها يطلق الكويز عايز توقف الفيديو وتحل الكويز تريك هتعرف الأسئلة اه اه انا هقوله لك وانتعرف هل هارزون جروف ده هو الالسين في الحالات الريكتس؟ من الالسين؟ الكرينيو تيبس ديبقى دي فولس طيب اهو حالنا هنا الكرينيو إلالسين؟ لا فولس تمام بيقولك ان التيتاني نديجة فيتامين سي تيفيشنسي دي اكيد فولس وانت مغمط اكيد فيتامين دي اهو التيتاني نديجة فيتامين سي وترى فولس تلع صح بيقول لك السرقم ثلاثة هنا ان ال over nutrition should not be considered a malnutrition يعني بيقول لك ان ال over nutrition ما يعتبرش ال over nutrition ما يعتبرش malnutrition لأ انتقول لك ال malnutrition تقول لك ال over nutrition و under nutrition لما دي فالس اهو السؤال ده مهم برضو ده ممكن يجيلك صور في الانتحان اهو جاي لك اهو فرر عشان امنع ريكت اديلي دوز السؤال ده مهم جماعة اوه جماعة السؤال ده حرفين مهم جدا فور ريكت بريفنشن عشان امنعه افتيلي دوز يعني كل يوم خلاص ادي كرعة يومية عشان امنع ريكتس تمام اه قدي زيت جبت الحوت ومش عارفية قدي الكرعة قدي ايه ربعمية international unit تمام صح ربعمية international unit يقول لك ان التفل دوت with marasmus عنده marasmus ايه هي المانفستيشن اللي هتلاقيها كل دي المانفستيشن هتلاقيها معادي حاجة واحدة هلاقي قولة man face صح هلاقي عنده مصر ويستنج صح هتلاقي عنده مصر ويستنج صح معادة dermodosis معادة dermodosis dermodosis اللي موجودة في الكواشور بس طيب نشوفها كده صح ولا غلط ايوه تمام معادة dermodosis طيب بيقول لك ريكتك روساري بتلاقيها ايه تلاقي من criteria of A vitamin A deficiency ولا marasmus ولا كواشور ولا تيتاني طبعا vitamin A deficiency والديفينشن اصلا متاحها مهمة روساري ريبز احفظها كده ار مع ار جيلك صوت في الانتحان بروساري ريبز كده شباب بقدر اقول لكم احنا جده خلصنا المنهج شكرا لكم وتمنى المحاوضة تكون بالنسبة لكم سهلة وبسيطة شكرا لكم طبعا عجبك الشرح طبعا اعمل لايك وكومنت والحاجات الحلوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة